موسيقى أحلى تحية صباحية لكم مشاهديننا ودعوة لحتى نحن وياكم نكون بمشوارنا اليوم عالم الصباح من هلأ لغاية الساعة وحدة بتوقيت بيلوت رح بيكون في عنا عدد كتير كبير من المواضيع رح نحكي فيها بالبداية بدأت منالكم النهار إن شاء الله يكون كتير حلو طبعا مثل العادة واتفاقنا اليومي إنه من بعد الساعة وحدة بتبلشوا بكل نشاطات تكونوا بعرف صيفية وفي كتار عم بيكونوا موجودين بكامل الأراضي اللبنانية لحتى يتابعوا باية المهرجانات والنشاطات اللي بعدها مستمرة إن شاء الله دايما بيكون كله أيام هيك فرحة اليوم شاف حسين رح بيكون موجود معنا بفقرات ورشة ملح صباح الخير صباح وغير كيفك اليوم؟ أنا منحكي فيك تمام شو رح نحضر سوا اليوم؟ اليوم حضرين طاج نجاج بالجزر والزيتون وصفي كتير طيبة عندي ملفوف بالخضار مش ملفوف باللحم والرز ملفوف بالخضار وعندنا وصفة حلو اللي هي التمر بالمكسرات أنا هيك غادة بقول لك كل المشاهدين حضروا الورقة والألم لحطنا بتيكون كل المقادير خلال فقرات رشة ملح يعطيك ألف عافية مرسي لألك شاف طبعا رح نرجع لعند الشاف حسين تبايع عن تذكير سريع اليوم ضمن فقراتنا رح بيكون في عنا بعد شوي رواع صحة السلامة كمان كيندا بتنضم لألنا بأرض ورد عنا تانية بيخلينا نحكي عنا لما ما شو فيه وطبعا مثل كل نهار خميس بتكون موجودة معنا كارمن حتى تتلقى اتصالاتكم مباشرة على الهوى ضمن فقرات زودياك البداية هي كمان مع كارمن الأبراج والحظوص لليوم اليوم الخميس عشر آب أوسطس اليوم الأمار مرافقنا من برش الحوت المائي ولا جوة بعدها جيدة الأبراج المائي مواليد برش السرطان وحوت وأيضا مواليد برش العقرب كيف رح بيكون نهارنا نبليش مع برش الحمل بنسبة لألك هيدا نبينة شي أنا هيدا نهار ما بتقدر تغامر فيه هيدا نهار فارغ تماما تماما من الحظ فأي مسألة عندك كيهام مستحسن إنه تكون روتينية ما تبادر ما تاخد قرارات مصرية على الإطلاق الأقل حظا 17 وات 18 نيسان أبريل بنتقل لبرش الثور بالنسبة لبرش الثور هيدا نهار بيسلي هيدا نهار بفرحك هيدا نهار بيعطيك قوة هيدا نهار بيعطيك طلة حلوة هيدا نهار أفضل بكتير من 30 ملي جاية وبالتالي لازم يكون جدول عملك اليوم حافل بالنشاطات المهمة خلص شغلك اليوم وما تنطر الأنشاط 1-2-3 أيار مايو بنتقل لبرش الشاوساء بالنسبة لبرش الشاوساء نهارك مهم نهارك غني بالمعطيات يلي نوعيتها مهمة يعني اليوم مثلا ما تأجل موعد إذا أنت جاهز ما تأجله بس لأنك عندك قلق أو خايف أو قلبك حضر حالك وروح وانطلع الأجواء اليوم ممتازة وبتساعدك بالرغم من القلق الموجود والأكثر حظا 19-11 حزيران يونيو كمل مع برش السرطان بالنسبة لبرش السرطان نهار كتير حلو وكمان هو من الأيام الرائعة يلي بتحمل لمولو برش السرطان مضمون مهم بهيدا النهار هيدا النهار نوعيته حلوة دسمة غنية يمكن يبلش نهار عادي طبيعي لكن إلا ما يحمل هيدا النهار في طياته خبر سار أو مفاجأة سارة الأكثر حظا 1-2-3-4-5 تموز يوليو بينتين لبرش الأسد بالنسبة لبرش الأسد هيدا النهار عفوا هيدا النهار بعد بده الشغل يعني في أيام الواحد بيحس إنه عفوا نهار بيمشي لحاله هيدا نهار بده شغل يعني هيدا نهار دك تعمل حساب تنقو رايح على المكتب دك تعمل حساب رايح على المكتب لأنه في شغل ناطرك أحيانا واحد يروح على المكتب ما في كتير شغل في إشيهيني اليوم دك تروح وبدك تقوم من مطرح لمطرح لحتى تمشي أمورك تنقو رايح أنت على المدرسة رايح على الجامعة رايح بحياتك اليومية فيه شغل بده ينشغل فيه مسائل فيه أشخاص بدك تداريهم شوي لا يمشي الحال إذا ليه يمكن هني مزاجهم مش رايق هيك نوعية نهارك أنت وبالتالي بدك تاخد معي الاعتبار أنه الشخص الآخر ما أنه كتير مزاجه رايق وأنت يلي بدك تاخد المبادرة وبهالوقت كن حذر جدا خمسة ستة سبعة تماني أب أوسطس نتبه من السرعة من المشاكل والوعكات الصحية بنتقلة برش العذراء مولود برش العذراء هيدا نهار بيركب فيه المشكل بسرعة هيدا نهار مش لألك تطور الأمور اليوم مش لصالحك وبالتالي المستحسن ما يكون فيه أمور لحتى تتطور هيدا نهار بيعمل مشكل وهيدا نهار الحظ مش لألك احتمال أنه يصير فيه بالنتيجة زعل وهالجرة بتنكسر فانتبه اليوم انتبه يلي بيحاول يستفزك ما تقع بالفخ طول بيلك وأجل أجل كل شي وظلك رايق نهار مزعيش تبقى الموليد أكثر تعبا هي موليد شهر أيلول سبتمبر بنت إلا برش الميزين مولود برش الميزين هيدا نهار بيحمل لألك عمل إضافي بيحمل لألك مشروع إضافي بيحمل لألك عبق إضافي يمكن يكون شغل درس يمكن يكون مسألة صحية بتخصك أو بتخص أحد الأشخاص من حولك يمكن يكونوا حدا من أصحابك أو الناس القريبين منك هيدا نهار متقلب نهارك طويل من المفروض يكون جدول أعمالك واضح كليا 11-12 و13 أكتوبر هو هني الأوفار حظا بنتقل لأبرش العقرب بالنسبة لأبرش العقرب هيدا نهار بيحمل لمولود برش العقرب حظ نجاح تقدم تطور رائع بيحمل لألك مفاجأة سارة بيحمل لألك تسويات على زواج هيدا نهار من الأيام يلي فعلا بيطمن لك بالك وبيجب لك الخبر السار فما تخلي هيدا نهار يمرؤ مرور الكرام ألوفار حظا 1-7 نوفمبر بنتقل لأبرش القوس مولود برش القوس أنا محلك بخلي كل شي مهم عندي لبكرة وبعد بكرة وأنا محلك بخلي كل شي مهم وغير مهم بخليهم للجمعة السبت والأحد لأنهم فعلا روعة بالنسبة لليوم إذا مضطر هيدا نهار لازم تعرف أنه أنت شوي مزاجي خلقك شوي يديق وكلامك شوي يشارح فانتبه سيطر على هالأمور ومعقول يمشي نهارك بطريقة جيدة لأنه الجو العام من خلال الشمس طاقة الشمس إيجابية وبالتالي ما في لزوم يكون فيه كوارث اليوم لكن معلي مضروري حتى تخلق نوع من انزعاج ببيتك أو بمحيطك المهني تبقى المواليد الأنشط نسبيا هي مواليد 10-13 ديسمبر بنتقل برش الجدي بالنسبة لك اليوم مولود برش الجدي هيدا نهار بعتبره نشيط جدا بعتبر أنه هيدا نهار فيك أنت تعتمد فيه على أسلوب جديد وقوي شوي يعني فيه كون شوي جريء اليوم أنت بتملك القدرة لحتى تتواصل مع الناس بزكاء بسرعة بيدهاء وعندك سرعة الخاطر عندك إيها بتخلصك من أي ورطة أو أي مسألة يمكن يكون تقنية أو يمكن يكون قانونية فما تخاف ألوفر حظا 1-5 كنون الثاني يناير بنتقل لبرش الدلو بالنسبة لبرش الدلو اليوم نهار يمكن يصير فيه بحث بمسألة مالية بفاتورة بتشيك برصيد معين يمكن يكون فيه بحث بامتحان امتحان أكاديمي أو ناطر جواب يردوا عليك مثلا جواب من جامعة هيدا نهار كتير مهم المهم أنت تحافظ على الثقة في نفسك والثقة في مؤهليتك احتمال يكون اليوم كتير ربحان تبقى الموليد شوي أكثر تعبا من غيرها أكثر انفعالا من غيرها هي 7-10 شباط فبراير بنتقل لبرش الحوت بالنسبة لبرش الحوت وجود الأمر ببرشك ووجود الشمس في البيت السادس في برش الأسد بيخلي مولود برش الحوت يكون عنده رغبة أنه يدخل لحياته المهنية شيء جديد طالع بيله أنه يا أمه بيبلج يفكر بتراوده أفكار تغيير بالشغل إضافة شيء جديد تطوير روتينه يشيله يحط يرتب واحتمال أيضا يبلج يفكر صحيا بموضوع يفكر جديا بموضوع صحي لأنه في مسألة نوعا ما عبيلوا ويفكر فيها صلوا زمن وهلأ الضوء أخضر بالنسبة لها الموضوع الأوفر حظان سبع عشرين ثمانية عشرين شباط فبراير بيختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم سنة كتير مهمة لأنه هيدا السنة يبدو كأنه في غر بلي لكتير من الأمور لكتير من الأوراق لكتير من المعاملات وكأنه في أمور قطعت صلاحيتها وانت هلأ عم بتحط وعم بتخط صلاحيات جديدة وأوراق جديدة مع أشخاص مع جهات مع مؤسسات استشفائية مع جهات قانونية واجتماعية أبقى وسط ديسمبر نيسان أبريل هنا أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة باي باي شكرا لأليك كارمن فإذا هيدا كنت الأبراج والحظوظ لليوم عشر أب رح ناخد نحن وياكم أول بريك بعالم الصباح من بعد رح تنضم لقلنا روى وانتبع فقراتنا على صحة السلامة مناعتنا كيف ممكن أن نتصرف معها وشو هي العوارض يمكن اللي لازم نعرف فيها أمور رح تعتكينا أكتر عنا روى بمحطتنا التالية على صحة السلامة صباح الخير صباح الخير غدا صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا تعب تقولي مناعتنا كيف نتصرف معها اليوم هي رح تتصرف معنا هي رح تتصرف معنا هي رح تتصرف معنا ونحن شو لازم نعمل شو لازم نعمل بليز لا بليز روئي مظبوط اليوم موضوعي عن أو أمراض المناعة الذاتية بمعنى أنه ما منكون لقاطنا عدوى ما بيكون صار في أي مشكلة ولكن فجأة جهاز المناعة بيصير فيه نوع من التغير بتصرفه ووظيفته وبالتالي بتنتج عنا عدة أمراض لحتى تفسر هالموضوع مظبوط رح نشوف هلأ على الفيديو شو اللي بيصير وشو دور جهاز المناعة وكيف بيتغير هيدا الدور بالمبدأ هو جهاز المناعة فينا نقول هو الدرع أو الجيش اللي بيحمينا وهن الخلايا كريات الدم البيضاء هي اللي مسؤولة عن حمايتنا لما بيدخل جسم غريب سواء فيروس بكتيريا بتبلش الخلايا الدم البيضاء بتتعرف عليه هيدا جسم غريب هيدا العدو فإذا بدنا نقضي عليه شو بدنا نقضي عليه بتكون مواد اللي هي الأنتي باديز أو الأجسام المضادة هالأجسام المضادة مثل الجنود خلينا نعتبر بترسلهم على هالجسم الغريب اللي هو فيروس أو بكتيريا أو أي نوع عدوى لتقطناها وبتبلش تهاجم هالجسم الغريب لتقضي عليه وبالتالي منشفى نحنا بهالوقت اللي بتكون المناعة عم تشتغل نحنا عنا العوارد يا عم تطلع حرارتنا يا في قلم عم نمرض لكن لسبب ما منعرف شو هو وبأغلب الأحوال سبب جيني ومرات عوامل بيئية بتحرك هالشي جهاز المناعة فجأة خلينا نقول الكمبيوتر كيف بلخبط بلخبط بصير بيتعرف بتلت بتلت يا عيناليك عمزين فبصير بيتعرف على أنسجة الجسم وأعضاء الجسم على أنه هي الجسم الغريب أو العدو اللي بديوا يحاربوا يعني فجأة بيتعرف على المفاصل أنه هيدول لازم نحاربهم هيدول جسم غريب مع أنه هنه جزء منه فبيبلش يهاجمهم مثل كيف بيهاجم الأجسام الغريبة وهون بقى بيصير عنا انفلاميشن أو التهاب اللي هو سببه أنه جهاز المناعة بيهاجم هالأعضاء مثلا مثل هون الروماتويد أرثرايتس منشوف أنه بيبلش يهاجم المفاصل واللي هي جزء من جسمنا بيبلش يهاجمها بيصير فيه الالتهاب بيصير عنا الألم بتبتاكل المادة اللي داخل المفصل بيتغير شكل الأصبع وشكل الإيدان بيصير فيه صعوبة بالحركة وكل هالعوارض نحن بهالحالة أو رح تحكي بعدين عن العلاج يعني منعالج العوارض يعني منعالج الأرتروز اللي صارت أو منروح منشوف شو عم بيصير بجهاز المناعة صح سؤال كتير مهم لأنه لحد هلأ العلم ما توصل أنه أولا شو اللي بيخلي جهاز المناعة غير العامل الوراثي غير العامل الجيني أنه منلاقي بالعيال إذا الأم والأب عندهم هالاحتمال أو صار معهم مرض مناعة ذاتي فإذا الأولاد عندهم احتمال أو شو هالعوامل البيئية سواء كان لطقتوا فيروس أو تعرضوا لأمور معينة اللي حركت هالاستعداد هيدا الجيني الموجود عندنا لحتى جهاز المناعة يهاجم جسمنا لحد هلأ ما في جواب عليها فمع الأسف كل أمراض المناعة الذاتية ما في شفاء تام منها نحن هون لوين وصل الطب والعلم أنه بيعالج العوارض واللي بيعملوا أنه بيحد من تطور المرض إذا فينا نقول حتى بيبطئ من تطور المرض فما في شفاء تام مثل الروماتويد أرثريتوس وهو نوع من أنواع الروماتيزم ما في شفاء منه لكن فيه أنه منحسن وضع حياة الشخص اللي عم بيعاني من هالمشكلة منخفف الألم منحافظ على شكل المفصل قد ما فينا بشكل طبيعي لحتى ما يصير فيه تشوهات منخلي الحركة ما يكون فيها باس قادر يتحرك كل هالأمور لكن فيه شفاء تام لحد هلأ ما فيه شفاء تام فيه عمر معين يعني حتى هيك تقريبا لا ما بينعرف ما بينعرف لأنه وحدة من هالأمراض اللي رح أحكي أنا رح أستعرض شو هنه أبرز أمراض المناعة الذاتية السكري النوع الأول ومنعرف أنه بيصير عند الأطفال والمراهقين وهو مرض مناعة ذاتي رح نشرح عنه فهدفي من هالحلقة شوي بس ضوي والناس تعرف أنه شو أنواع أمراض المناعة الذاتية وإذا حسوا أو عرفوا أنه عندهم هالأمراض هيكونوا فهمانين شو سببها وكيف يتعاملوا معهم يعرفوا أنه ما في الشفاء بس عندهم هنه دور كتير كبير بالكنترول أو بالضبط أنهم يخففوا من تطور المرض يخففوا من حدة العوارض وبالتالي بيحسنوا نوعية حياتهم خلينا نبلش نستعرض أبرز أنواع الأمراض المناعة الذاتية مثل ما قلت السكري النوع الأول شو بيصير؟ كمان فجأة منلاقي جهاز المناعة عم بيهاجم خلايا البنكرياس اللي هي مسؤولة عن أنه تفرز هورمون الأنسولين فبيصير أنه ما بقى في هورمون أنسولين عم بينفرز بالجسم هو إلو دور كتير كبير لحتى يحرق السكر ويحول السكر إلى طاقة بعملية الجسم كيف بيستهلك أو بيحرق السكر فبالتالي يا بيبطل عندنا إفراز أنسولين يا أما بيكون بكمية جدا قليلة منك كافي فإذا هون الشخص بيصير أنسولين ديبندنت أو مطلق ياخد أنسولين هل في شفاء منه؟ لا لكن فيه كونترول وضبط وعم بيكون فيه كتير تطورات متابعة 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 يعني ملاحظ ما فيه بقى أي غربة ولا نهار لا أكيد طبعا مثل multiple sclerosis أو مرض التصلب الواحي المتعدد هون جهاز المناعة مين قرر يهاجم؟ قرر يهاجم الخلايا العصبية بالسكر النوع الأول شو هالأرارات؟ ايه بياخد أرارات متهورة كتير متهورة فبيهاجم هالخلايا العصبية هالخلايا العصبية خلينا نتخيل مثل شريط الكهرباء بتشوفي لشريط الكهرباء الأسلاك الكهربائية بالداخل لكن هي ملفوفة بغطاء من البلاستيك صح؟ بيحميها لأنه إذا شريط الكهرباء مسكتيه بلا هالغطاء العازل رح ينكهرب رح يصير فيه مشك يعني رح يصير فيه connection أو صح يعني بيصير فيه شو الكلمة راح تعمبالي بس أنه بيصير فيه هالتوتر إذا فينا نقول من الكهرباء هون شو بيصير عم نشوف بأعلى الصورة الأعصاب مغلفة بهالطبقة الخارجية اللي بتحميها لما بتتاكل هالطبقة الخارجية لأنه جهاز المناعة بلش يتعرف عليها لأنه هي جسم غريب بده يقضي عليه شو بتصير مثل أسلاك الكهرباء المكشوفة فبتصير هالخلايا العصبية عم تعمل contact مع بعضها عم تتكهرب مع بعضها إذا فينا نقول وبالتالي هون بقى بيصير فيه عوارض المرض التصلب اللواحي المتعدد بمعنى بيصير فيه الألم بيصير فيه الومضات بالعين بعد فترة بيأثر على الحركة وبتصير فيه تطورات لأنه نحن بكل بساطة كأنه شريط الكهرباء عم نشيل عنه الغطاء العازل فكمان بدي أقول أنه صار فيه تطور بتشخيص الملتبل سكليروسيز أو مرض التصلب اللواحي المتعدد تشخيص مبكر وعم بيكون فيه علاجات عم بتحسن نوعية حياة المريض الكروهن ديزيز هون هالمرة أرر جهاز المناعة يهاجم الجهاز الهضمي والأمعاء لكن هون الكروهن ديزيز هو كمان مرض مناعة ذاتي بيصير بآخر الأمعاء الدقيقة وأول الأمعاء الغليظة بيصير كمان فيه مهاجم لهالغشاء لبيطانة هالأمعاء وبيصير فيه انفلاميشن التهابات كل الوقت هالالتهابات هايدي بتسبب ألم بالبطن بتسبب مرات نازيف بتسبب عوارد كتير قوية وبتكون مزعجة اللي بيصير أنه بنعطى أدوية وعلاجات بتخفف منها الانفلاميشن أو الالتهاب وبيقدر المريض يتحسن مرات بيكون فيه اضطرار اللجوء للعملية الجراحية لكن بحسب الدراسات بيعتبروا أنه فيه احتمال أنه ممكن ترجع فمن هيك كمان ما فيه شفاء منها لكن بدنا نعرف كيف نتعامل معه تنشوف وين بعد بدو يقرر الرياح بحال بهاي يعني هالحالة بالتحديد بحال ما صار فيه علاج بتتطور يعني طبعا بتضرب كل الأمعاء مثلا بتضرب كل قد تتطور ما فينا نعرف يعني هي بتتطور العوارد بتصير أصعب أقوى يعني إذا عم بيكون عندك نزيف إذا عم بيكون عندك هيدا فإذا أنت هنا عم تدخلي بمضاعفات أكيد طبعا هل بتتطور على مناطق تاني ممكن في بعض الحالات الأمراض المناعة الذاتية مثل اللوبوس اللي هي بتصيب الجلد بتبلش بالوجه لكن بعدين بتنتقل بالفم ممكن تصيب الرئة بتصيب أجزاء تاني مرات هيك ومرات لا بالروماتويد أرثرايتس مثلا اللي هلأ عم نشوفها بتصيب المفاصل سواء باليدين بالأرجل الكوع الركبة بتضرب كل المفاصل وبتأثر على العظام شوفي كيف شكل الأصبع شوي مغير وهالتغير هيدا اللي بيصير مع الأسف إذا إذا بلشنا بالعلاج بكير منحمي إنه يصير هالتغير بالشكل لكن إذا صار ما بيتصلح خلاص بيضل هيك على طول وبصير فيه باس بالإيد يمكن أبسط مهمة إنك تفتحي باب أو تفتحي حنافي بيصير صعب تبكلي زر تفكي سحاب شوفي أي أمور منخدها تفتحي أنينة ماء أي أمور كتير بسيطة وبديهية بتصير كتير صعبة ومؤلمة وصعبة كتير على الشخص اللي عنده روماتويد أرثرايتس من هيك العلاج المبكر كتير مهم والمتابعة وبدي أقول شغلة متابعة الوضع النفسي يعني أمراض المناعة الذاتية لأنه طويلة الأمد لأنه ما فيه شيء فأمنا نفسيته بتتعب فما بدنا بس نركز على الجانب الجسدي بس أنه نخفف العوارد ونحد من تطور المرض بدنا نشوف نفسيتنا كيف وضعها لنقدر نكفي مع هالموضوع يعني نقدر نتحمل أنه نكفي العلاج ويكون عندنا الصبر الهاشي موتوز ديزيز اللي هو مشكلة بالغدة الدرقية بتعرفي الغدة الدرقية ميزان الجسم صح فإذا كان فيه إفراط بإفرازات الغدة الدرقية منلاقي عندنا مشاكل وإذا كان فيه كسل بالغدة الدرقية منلاقي أنه عندنا مشاكل هذه وحدة من أمراض لأنه الغدة الدرقية فيه أمراض متعددة ممكن أنها تصير فيها هذه وحدة من مشاكل الغدة الدرقية اللي هي نتيجة كمان مرض مناعة ذاتي بأي معنى شو بيصير؟ هون قرر جهاز المناعة أنه الغدة الدرقية مش عزوءه بده يحاربه شيلة شيلة من محلها شيلة مش هون فأرر أنه الغد الدرقية ما قلنا لزوم بدنا نحاربها وأنه نحارب هي الأنسجة المكونة منها الغد الدرقية وبالتالي شو اللي بيصير بيصير أنه الإفرازاتها الهرمونات اللي بتفرزها أقل وبالتالي بيصير عنا المشاكل وهون بدنا ننتبه غير مشكلة كسل الغد الدرقية يعني هيدا موضوع تاني فإذا هون كمان في علاج طويل الأمات ولكن لازم يضل في متابعة لها الموضوع ومنلاقي أبرز شي مثل ما دايما منشوف بالأشخاص اللي عندهم مشاكل غدية منلاقي الانتفاخ بمنطقة الرقبة ممكن فيه احتمال لزيادة وزن غير مبررة أنه الشخص أو السيدة بتقول أنا ما عم باكل كتير ما تغير شي بطبيعة حياتي لكن أنا عم بكسب وزن لأنه الغد الدرقية ما عم بينعطاها مجال تقوم بوظيفتها لأنه جهاز المناعة عم بيهجمها كل الوقت ويأثر عليها يمكن بهاي الحال الجراحة يعني ممكن تخطيش لحد هلأ بالنسبة لهالمرض بحسب بأي مرحلة وقدي تطور لكن حسب ما كنت عم شوف أنا عم بحضرها الحلقة ما نذكر مباشرة أنه الجراحة هي إلى تأثير لكن في يعني اللونج ترم تريتمنت أو العلاج طويل للأمد يعني هاي شغلة منيحة لكن يمكن ببعض الحالات إذا طورت إذا وصلت لمرحلة بعتقد بتكون تختلف من حالة لأخرى يعني كيف الوضع بيكون بيقرر الطبيب إذا بيحاجة لجراحة في عنا كمان وحدة من الأمراض أو مشاكل المناعة الذاتية التعلبة اللي هي منقول منمرق مرات منشوف بيزعل كتير قوي كتير كبير استرس كتير قوي ومنشوف أنه هالشعر عم بيتساقط وفجأة منلاقي فيه دواوير وبقع بيضة بالرأس اللي هي كتير بتخوف وهي مرات من خاف لأنه من خاف أن تكون معدية لأنه في مرات أنواع من الفطريات بتصيب جلد الرأس اختلف الوضع بتعمل صح اختلف لكن بالشكل منحسهم شوي مثل بعضهم فمن خاف من هيك التشخيص كتير ضروري أولا بحالة التعلبة هي منى معدية وهي منى نتيجة لا فطريات ولا أي عدوى صارت هي نتيجة أنه يمكن هالسترس الأوي أو هالضغط الأوي أو هالوضع اللي نحنا مرأنا فيه حرك لأنه نحنا منقول إلنا جهاز المناعة عنده استعداد جيني لأنه يعمل هجوم اللي إلنا استعداد جيني لكن شو اللي بيعمله بيكبس الزر شو اللي بيخليه يشتغل هيدا اللي ما منعرفه هالهو عوامل خارجية مثل يمكن بحالة التعلبة صار فيه سترس كتير قوي زعل كتير قوي مثلا مخضت يعني أنه مثلا هاي كنت أحبب يفكر فيها لأنه ما فيه عم تقولي تبرير تاني ما فيه تفسير واضح فممكن هون جهاز المناعة اشتغل وبلش يهاجم بصيلات الشعر وبتبلش أنه تتساقط المليح بالموضوع أنه بترجع بيطلع الشعر مرة تانية وفيه علاجات كتير بتساعد على هالموضوع فيه حالات نادرة جدا 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 بحط تحتها تلت خطوط حمر اللي هي ممكن أنه ما يطلع يرجع الشعر مرة تانية لكن ما تخافوا هاي حالات جدا نادرة بيبي بين كل اللي زكرتين إياهن اللي هلأ هاي دي أول وحد بتعطينا فيها أمل هاي كتير صعبين صعبين لأنه يعني مع الأسف ما في الشفاء هيدا هيدا الصعب فيهم لكن المليح نعرفه نفهم شو عنا لأنه لما المريض بيفهم شو أساس مشكلته بيستوعب بيقدر يتعاون مع طبيبه أكثر إذا ما أنه فهمان مظبوط ما رح يلتزم بالعلاج يمكن يجي وقت تيزهق يقول أنا ما عم بستفيد بس لما بده يعرف أنه لأ ما في الشفاء لكن أنت رح تستفيد أنه تتحسن تحسن نوعية حياتك بيتقبل أكثر بيصير عندك أو التزام أكثر بالعلاج فمن هيك أنا هدفي اليوم موضح أنه نفهم شي يعني مرض مناعة ذاتي هو مختلف عن أي أمراض تاني اللي هي بتكون نتيجة عدوى أو إصابة إن صبنا فيها وبدنا نعالج المسبب عارفينه هون المسبب عارفين أنه جهاز المناعة بس ما عارفين شو فينا نعمله ما قادرين كتير نعمل شي آخر وحدة من أمراض المناعة الذاتية هي الصدفية كمان الصدفية مزعجة جدا وأكيد الأشخاص اللي بعانوا من هالمشكلة بيعرفوا كمان اللي بيصير أنه جهاز المناعة فجأة بيبلش يهاجم الخلايا اللي بتكون الجلد وبيغير له كل نظامة لأنه الخلية عندها نظام أنه تجدد حالة تتكاثر بتتجدد تطلع الخلايا الأديمة على سطح الجلد خلايا الميت وبتأشر بدون ما نحن نشوفها بالعين المجرد وبالتالي بتجدد الجلد هون شو بيصير بتغير له كل البرمجة طبعيتها وبتصير خلايا الجلد تتكاثر أسرع وأكتر من ما هي مبرمجة عليه بالصورة الطبيعية بيصير فيه سماكة للجلد وبنشوفها الطبقة السميكة من الجلد لأنه عم يتكاثر الجلد وبتصير يعني أسرع مما أنه يتخلص من هالأموت وبصورة مش مثل ما لازم مش بصورة طبيعية وبالتالي بتطلع هذه الطبقة الحمرة اللي بتكون ناشفة بتحك بتتشقق وبتكون مزعجة جدا وبتطلع بالقدم بالكوع بتطلع بآخر الرأس كعب الشعر بكتير مناطق كمان إلى علاجات الصدفية ومنح أنه العلاجات الجديدة عم بتخلي النوبة أو فورة الصدفية تكون أخف قدي لأنه هي بتفور بتبين ترجع بتروع بترجع بتبين ترجع بتروع والصيف هو صديق الأشخاص اللي عندهم الصدفية لأنه بيتعرضوا للشمس واليوفي لايت كتير منيح على لهالموضوع بيكونوا مرتاحين أكتر بالصيف أكتر من الشتاء وخصوصا كمان لبس الصوف بالشتاء بيزعجون هنه بيرتاحوا بالألبسة القطنية النعمة ما بتسبب احتكاك مع الجلد وبتزعجون فكمان الصدفية ما في نهاية لألم على الأسف لكن في علاجات كتير بتخلي حسن هلأ عم نشوف علاجات لهالموضوع الأتاك يعني الأتاك أو الهجم اللي بتصير من الصدفية بتصير وطيرتها كتير أقل وحدتها كمان كتير أقل وهيدي عم تحسن نوعية حياة المريض فبس هيك اليوم لمحة سريعة عن الأوتو إيميون ديزيز إذا طبيبنا قالنا عننا عننا مرض مناعة ذاتي صرنا شوي منعرف شوي يعني وصار عنا فكرة أنه كيف بدنا نتعامل مع الموضوع لحتى ناخد أفضل نتيجة ممكنة وإن شاء الله ما حدا بصير لأنه عادة اللي بيكون بالمشكلة يعني المريض بده تجواب أنه ما بيقدر يجي الطبيب يقول له ما منعرف لاجي هذا المميع يعني هيدا الجملة بتقهر بتقهر مصبوط فإن شاء الله يكونوا أكيد إن شاء الله يعني بس على الأقل منقول عندنا أمل دايما أنه الأبحاث العلمية وصلنا لنتيجة إن شاء الله بيوم من اليوم نفسي لألكت خليكم معنا مشاهدينا نحن وياكم رح ناخد بريك ونرجع نتابع هلأ بي مجرد أنه قالكم عن مين بدنا نحكي بعرف أنه أكيد رح بتتابع علما هي أصلا لازم بتتابع علما لنشوف إذا في عملية برش أما لا جورج كلوني بيشوفي هلأ كل وقت من نقول أنه جورج كلوني وهي كله في شوية تبريش على الخلف هلأ رح نشوف كيف شو كيف تحضر بوجود كيف نحنا بلشنا بحلقة قبل أنه الإفولوشن طبع هالسيلابروتيز كيف بلشوا على السجاد الحمراء أو بحياتهم المهنية وبعد هنا إذا تطوروا أم لا أو إذا رجعوا لورا مثلا لأنه أدال كانت فرجة يعني لما نحلق عن أدال صراحة أدال تاخد الجايزة الأولى بعدم التأدوم وتدهول نشوفوا صغرنا كتير محالة مع دمشك صغرنا العزيز صغرنا العزيز فضلي جورج كلوني يلي كمان ربح السنة جايزة أجمل أجمل رجل يعني بيعتبروه بتكوين وجه هو من أجمل رجال العالم رجولة كيف ها؟ حلال فصاحبنا لكي ما أهضم جورج شيري بلشت سنة الخمسة وتمانين بهاي الصورة علمو دا طبعا ما تنسي أنه بتمانينات كانت القمسة كلها معرقة والأبة عريضة شوي مش قد السبعينات أقل شوي لكن الشعرات كيف كانت تركون أمر يعني ما بعرف كيف رح نكفي حديثنا بس لما أمر ما تزعل منه أمل نحن منحبك وأنت منت العيلة لا ليس بها تزعل بالعاكس إنه إذا مبارشين هيك ما بها تقد رح نكفي غالط لا نشوف بس أنا أكيد مع أمل إذا بدو يغلط جورش إذا في أمل حدر أنه فضيع تبس تبس عنا سنة 1990 يعني أنه وين بعدنا نحنا ما تغلط 89 مظبوط سوري بعتزل 89 يعني من 85 إلى 89 في بس كم سنة بعدنا بزيت الألور زيت الجيلة على الأميس يعني إذا بترجع للسوال لابس مثل الألموضة يالي كانت بوقتها يالي كانت بوقتها وما كان أوفر يعني ما بيزعيش أبدا كان كتير كتير زبطة معه شعراته هيبي هلأ هون كلكن رح تظهروا كمان 89 هاي دي لك الكرافات بس جورج كتير أصيرة يعني بافات طالعة الكرافات تبعيته بتحسي هون أنه عم بيلبس لوحده يعني ما في حدا من الموجود بي بي أبدا أنه ما في لا كونسلطنت ولا شي لأنه في أخطاء في فوبا فاشن فوبا مثل هاي الكرافات مش مقبولي جورج لو حتى يعني ديرجي حتى لو ديرجي بس بنوضيها شوي ببنخليها الأد عالي هلأ السويلف كمان كانت بعدها ديرجي بس شوفي جماله كيف ما برم كيف ما حط لأنه شعره حلو عنده شعر عبي وكان عارف أنه هاي دي كنز نقطة نقطة قوة أكتر شي بيهستره إذا شعره نهار أو كان شعره كتير جادي أو خفيف فهون هاي دي الصورة كمان من السن 89 رح ننتقل للتسعينات بعدنا بيزات الألور هلأ زغرة الكرافات زمت أو ما زمت بعدها أصيري بس بعدها بعدها أصيري بده كورات كيف يربط كرافات عبدا وبعدها شوفي قدي جاكات واسعة يعني الكم وقتا الشباب يلبسوا جاكات أنا مريحة وما الشبق إذا ما لبس البدلي عقد جسمه جمالية الأطعة مش أنه أنا لابس سينية أو لابس مش سينية القصة يا شباب إيجان أنا هوني عم نحكي عنا جورج كروني بس دي ما بعطيكم تبس الأهم شي بالبدلي عند الرجل أنه تكون تكون عقد الجسم يعني لك تفات ما لازم تفتح من ورا لازم يكون عنكن خياط إيجان أنا إيجان لأنه أوقات البريتا بورتي ما بيزبط عليهم وما فينا نشتهوت كوتو فدايما الخياط بيزبط لكونيها هوني جورج كروني بهاي السورة عبيسباح عادة بتحسه الكب من هوني عريض ومش فت أبدا يعني عنا مواء آن عنا مواء آن رح نشوف سورتين بين الكرافات وهي سرحنا موان دو رح نشوف سورتين لسنة الخمسة وتسعين هوني جورج بلش يفوت بأجواء شهرة بتحسي أص شعره بتحسي العوانات اللي إن بتحسي وقتا الشخص بيصير ستار بيصير في هال يعني أنه أنا شو ما لبست بير البقل والناس تطلع فيه تطلع فيه هوني جورج بلش يعيشها فت فيه فت فيه بس بيلبقله يعني مش كمان أنه أنا شو ما كان بيلبقله بالبط شو ما كان متل أدال لا صحيح أنت ستار بس شو ما كان ما فيك تبسي لا اكي سو هوني بلش جورج يحس أنه أنا لأ حتى بالday to day life بدي يكون عندي ستيل لو كان تي شيرت مع جينز هوني بلشنا التاكسيدوز بلشنا الريد كاربت بقوة إذا بتلحسي بهذه السنة كل شي صغير الأب بيت صغروا ساخ هلش اسموهم برمة الجاكات كمان هارف حي سو بتحسي أنه هوني دايماً on the safe side كان ينتبه لهالشي يمكن كان بلش يستشير وبأوقات مثلا هون بس الغلط أنه أميستو كبيرة الأميستو الوقت بتكون طالع هيك بيقول كان مستعيرة من عند حدا عرفته أنه أوضاع فكرة 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 أصبت مما تساكيها ويس على أبي لأنه it's not nice رح نتقل لسوريلي بعدها هوني سنة 96 خلاص جورج كروني امتلك الريد كاربت بكل شي بشعره بوقفته بمشيته مع العلم أنه هوني أنا أتشفت هاي البدلة حستها كمان كبيرة بتحسي الاكتفات أكبر منك تحسي البانطلون كتير واسع بس الألور جنرال شخص صار مرتاح مع حقله كليا رح ننتقل لسنة 97 هي سنة واحدة فرق بس هيكة من الموضة يعني الموضة أكيد أما لا بها الفترة بعدنا بعدنا شفال يعني بعدنا بين اتنين بس بتحسي أنه هون جورج كروني لك شو حلو كمان بلا كرابات بلا بابيون مرتاح كتير شعراته كتير حلوين ألوان البدلة صار يطلع من هالأسود لغا بلاش نفوت بالجري صار يتجرى الألوان للشاب بالنسبة له لينتقل للرمادة جرأة عرفته أنه بغيره بها الطريقة هلأ انتقلنا لسنة الـ 98 رائع هوني غير روك كليا هوني صار في جرأة الشخص اللي أكيد من حاله كتير مهدوم هلأ هوني كان وقته موس براببلي كان عنده فيلم بده يعمله غير هاللوك بقوة العوينيات كثير اللي بقينه لأنه وجه كبير كل شخص وجه كبير كل شخص وجه عريض حلو يجرأ يلبس عوينيات على الريد كاربت بقص لأنه بي تضاريس بيزبط أكتر هوني على الريد كاربت بكل راحة فايت مش لابس لا كرافات لا بابيون ولا بوشت بريكون قرر أنه جور شايدا مش أنا ايه ما في حدا يقوله لا ايه بس ما فيت بت جينز يعني عرفته فيه لمتس للدريس كود وهو كتير بيحترمها هايدي الصورة يلي وراها كمان بعدنا بسنة 98 طلع البدلة صارت البدلة أتياء أفتر صارت أفتر يعني بيفوت بالكحلة بس دايقة صارت ما عاد يترك حاله عم يصبح عم يصبح كمان عمنا تالت صورة لـ 98 بأظن راح نشوفها هون هايدي الدانم أوكي هايدي الجينز هون التعفي دانم عن دانم في فترة كان يقولوا لا ما بتلبسوا دانم عن دانم مش حلو لا هو رجع دراجة ومشي فيها حلوة وستيل لحظة أنه total look ما في كلمة بتنقل عنه يعني هلأ عنا نصمت من هلأ إلى آخر الحلقة ما بقرأنا هكيش 2001 2001 top 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 أصلا بها الفترة كمان الموضة صارت يعني تساعد صارت أقرب أول مشكلته كان بالـ sizes بس يعني أكتر من الموضة تلبسي السايزي اللي أكبر منك هتبيني مهارجلي ما أشوطة عرفتي هيدا 2001 2005 2005 كمانا كان يعني هون بيطوش أدمنه هل ترك شعره الرميدة يطلع مرتح محاله أهم شيء ما صبغ ما صبغ أكيد أكيد وبتشوفي كل الألوان تبعيته مدروسة لاحظتي حتى من الوقت ما بلش ما في عنا أخطاء جسيمة لا عملنا له بس موان دو موان دو موان دو كان مرائل بس مش أكتر هلأ الصورة اللي وراها أنه الناس حتقول ما زدت الشي ما الرجال بيلبسوا تاكسيدوز وين الفرق طلعي الفرق نشوفي قديش أوكي أرماني هاي لحالة بتحكي بس أنه القصات صار يعرف اكزاكلي هاي القصة اللي لبسها لقبل لبسها تمام تلبق لوجه لأن وجه عريق إذا لبسها أصغر حتى لو عالموضة ما كانت زبطت هاي من أجمل قطع لبسها كتير حلوة اللي وراها مع أمول مع أمول أنا لازم أسكوت ما أقول ولا كلمة لحظة تاتش الأحمر اللي بتشوفيها هون أكيد هاي دي أمل أيلتلو أنا بدك تحطش نعم نكون أزاكب بتحس البطل ومعها دويسة أبدا طازعا جورج يوروك اللي وراها كله مع أمل طازع يعني بتحس بيكبر هلأ دايما الشاب الأصمر أول ما بيكون خير بياته أكبر من عمره بيبين أكبر لأنه أصمر هلأ جورج كروني سعي شعراته بيد ورمادة رح يصير عند بعمره رح يضلوا على كذا فترة ما بيتغير بيضلوا بنفس 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 العمر بنفس العمر ومبين أكبر ما بعرف كم سورة بعد عندنا رح نمرؤون ورا بعضون شوفي شو حلو بهالشعرات ببيض رائع هو جسم لعوينات كتير بيلي بقوله وكل شي بتحسي لحست البلطالونيتو ما بقى فيه ولا كلمة لو لأنه جسم وانه كتير ضعيف عاد يعني جسمه ملين فإذا شوي كان السايز أوسع للرجل ضغري بيبين كتير آن صح هلأ هون أكيد بالسبولس لوكس طب عولو منشوف أنه كتير بيركع الرميدة لأنه فعلا الشاركول ورميدة بيبقوله حتى يعني الأسود ما فيه شك بس أنا بفضل ما يلبس أسود وقتا كان أصغر كأنه شعراته سود كانوا حلوين هلأ الأسود لقلو يعني إذا بيفوت بتعفي عندك هذا الأسود يبين شوي كأنه أخاف معقول أكثر لاحظة حتى الكمام عارف إجزاكلي وين قد بدكو في مجال بين الكم حتى تبين الأميس تحت الجاكات إلى أخير هيك يعني أنا وقت حكيت عن جورش كوني يعني يعني ما تحفي حدا عم بيتابع خبص ما بقى من أول بس أول فترة وبعدين هو صار ستار هلأ عندك المشكلة أنه في ستارس بيسيروا ستارس بس بفكروا حانوا أنه هنه بيعرفوا بيفهموا بكل شيء بيفهموا بالموضة بسيروا بيلبسوين اللي هنه بيحبوا بلا ما يعرفوا هالشي بيلبق لون هون بيقعوا بالأخطاء أو بيروحوا مثلا عند حيال لأسم لأنه حابين لأسم بغض النظر إذا هيدا للسيل صح إلو نأمل وعندنا مشكلة هلأ إن شاء الله نقدر نعمل حلقة خاصة بسيلين ديون لأنه مش مقبول مش مقبول نصير هلأ أنه غيرت للكنسالتن تبعا فاتت بموجة هلأ جديدة بعد ما مات جاوزة أنه هي الفامب والكول الأخطاء اللي عم بيعملوا بالفاشن معا كتيرة مننوا وأهمهم لأنه رح نبقى نحكي عكل السوار هي كتير طويلة وكتير ضعيفة وعم بيلبسوها نفس اللي من فوق لتحت عم تبين مثل المروحة مثل الإفانتاي بحثتوها بالله نعمل إن شاء الله حلقة لك هل نشوفك ناكت بيك وعليك خير وعليك خير أكيد نحن رح ننتقل حتى نكون هلأ مع شاف حسان ورشد فالحي صباح الخير وطحية طيبة لكل المشاهدين وما كنتم عم بتبقونا اليوم في عنا تلات وصفات اثنين مالح وواحدة حلو الاثنين مالح في عندي طاج للجاج بالزيتون والجزر وأيضا في عندي الوصفة التانية كمان المالح اللي هي الملفوف بالخضار لكن مشاهدينها ملفوف بالخضار أنا بلجت أسلق الملفوف هون الملفوف رح نحاول ننف ملفوفة أو حبي أنا وياكم هي والملفوفة تكون نية بس ولكن في عندي طنجرة على النار في بقلب الملفوفات ناطر لحتى يسووا الملفوفات بشيل الضلع تعولي الملفوفة وابلش حضر الحشوة وإحشي الملفوفة بهالحشوة اللي عم نحضرها هلأ أنا وياكم طيب خلنا نشوف أول شي الملفوف على النار بالطنجرة عم بيغلي تركينه لحتى يستوي بس تستوي ورقة الملفوف رح نشيل هالورقة لكان مشاهدينها ونضيف لقالها الحشوة الحشوة اللي عم نحضرها هلأ في عندي بصل مفروم ناعم هلأ نضفت للبصل البندورة رح نضيف لقالها من الفلايفلي وأيضا رح نضيف بقدونس ورح نضيف كمان من النعنع الأخضر بيجي بياخد فلايفلي فلايفلي حمرة كمان نفرم مربعات وأيضا عندي من البقدونس طيب هايدي الفلايفلي الحمرة عم بتطعم بهالشكل لحط نضيف الفلايفلي فوق البندورة وفوق البصل بعدنا نرجع نضيف كمان النعنع وأيضا البقدونس ما بدنا ننسى كمان بدي حط معه من التوم طيب بيجي بياخد بقدونس ونضيف كمان بقدونس لهالوصفة لكن عم نفرم البقدونس ناعم لحطها نضيف البقدونسات فوق البندورة والبصل بيضال في عندي توم وبيضال في عندي نعنع نعنع رح حط رشة نعنع حطيناها ضفناها رح حط كمان توم مفروم اوك ضفنا التومات منجيب رشة ملح منجيب رشة فلفل اسود بجيب زيت زيتون وايضا بجيب دبس الرمان اوك تاكن هيدا زيت الزيتون منحل زيت زيتون زيت الزيتون يبيعطي نكحة كتير طيبة ودبس الرمان اوك وما بدنا ننسى كمان ناخد رز مصري رز المصري منكون نعينو منحط رشة من الرز المصري خلان نلف ورقة انا وياكن قبل ما نرجع لعند غاضة عندي ورقة فيني جيب ورقة نية اتركها نية وفيني اسلع لكان مش هيدنا هيدا الورقة بلفها بهالشكل اوك منلفها ومنحطها بالطنجرة ومنكبس الطنجرة نخبركم عننا بثاني فقرة بالتفصيل لنخلص وقتنا وهلا بالعود بيليك هلا مرسي لألك شيف نحن وكل المشاهدين عم نتابع فقراتنا لليوم بعالم الصباح خليكم معنا رح ناخد بريك ونرجع نتابع نتابع فقراتنا لليوم بعالم الصباح بحطتنا اتاليا مع كندة بأرض ورد وأخبار البنادورة صباح الخير صباح الخير شو بها البنادورة أنا أحبك كثير البنادورة البنادورة أنا اليوم حبيت أني أعمل هيد الحلقة لأنه كثير عم بيجي بها الفترة خاصة أسئلة كثير عن البنادورة يلي عم تكون مضروبة خاصة عم بحكي أنا عند أشخاص هوات يعني زرعينها يزرعوا حد البيت وحبيت أنه يزرعوها تظل بدون أي مبيدات وبدون أي يعني أشياء كيميوية تنضف له وأكيد هي يعني أصلا خضرة حساسة وبتقدر تكون عرضة لكثير من الأمراض يلي بنقدر نتفيدل بعض مننا وفي بعض تاني يلي لسؤل حظ ما بنقدر أنه نتفيده فاليوم خصصت الحلقة لحتى نحكي عن أمراض البنادورة نقدر نتعرف عليها نقدر نعرف إذا كان نحن عنا بنادورة شو بها تنقدر نعالج ورح قسمهم لعدة أقسام إن شاء الله نجرب قد ما فينا اليوم يعني نمر قد ما بنقدر بس جمالا نحن بنعرف أنه الأمراض يلي بتجي على الخضار على الفويكة على النبات على كل شيء مقصة ميلة قسمين أساسيين يلي هن أو بيكونوا فطريات أو بيكونوا حشرات وعادة معالجتهم كتير مختلفة عن بعضها لأنه هن ك مرض مرض مختلف عن بعضه يعني بس يكون في عندك فطريات بيكون أسباب ومختلفة كتير عن الحشرات والدورة الحياتية تبغولها كتير بتختلف وشو هي المواد اللي بتقدر تكون فعالة ضدها مختلفة وأكيد في القسم الثالث كمانا يلي هو عادة بيكون مرتبط بأشياء مسمية فيزيولوجية يعني بتقدر تكون من عوامل تقص أو بدون ما يكون فيه عندي مرض أو بيقدر يكون من نقص بغذاء أو تخمي بالغذاء كمانا كاترين بمواد يعني خلل بالتوازن الغذائي يلي بتقدر أنه نعطيها للبنادورة أو للخيار أو لغيرها من الخضاء هل هالشي إلو علاقة بأنواع البنادورة كمان كبير صغير جبل يعني كل شي من شوفه كمان إلو علاقة إلو علاقة لأنه فيه كتير أنواع بتبقى مقاومة أكتر من غيرها لأمراض معينة بس بالنتيجة الأمراض اللي بتجي على البنادورة بكيفة أنواعها هي زيتة وكيفية معالجتها هي زيتة لونا سبقتين لحتى لح خليون للآخر بركي بس فيه نقاط منقدر أنه نعملها لحتى نتفادى قدمة فينا أمراض بس لحتى تغري ما يسبقنا الوقت نبلش نشوف لحبلش أحكي عن الفطريات الفطريات لأنه أكتر شي منشوفها أكتر من غيرها وبتصير فيها بشكل أكتر من غيرها بركي مالش نحكي عن مرض الرمض يلي هو كتير موجود بالبنادورة منشوف الورقة ما بيضيع أبدا هيدا المرض وجيني خلال الأسبوع كتير صور تشبه هالصورة يلي شايفينها يلي هو عبارة عن بودرة بيبقى لونة على رمادة مشان هيك هو رمض بيشبه الرمض يلي بينحرق بيجي على وجه الورقة بتبلش الورقة تعطيني هيدا الشكل من بعدها حبة البنادورة يلي بتعطيها النبتة المريضة بتبقى منا محمرة مثل ماليزين ما بتحمرة على الآخر بيقدر وجه لأ هون عم نشوف غير مرض خلينا نوقف بس عند هون صرنا بمرض تاني بس هم نرجع للصورة الأولينية هي مثل ما قالت بتبقى حبة البنادورة من ميلي بتصير يمكن حمرة من ميلي تاني بتضلها خضرة وما بتنضج مثل ماليزين شو السبب؟ السبب هو أنه بيصير في عندها هالغطاء على لورة ما بيصير روحا بيتغزوا مثل ما لازم ومشان هيك ما بيوصل غزالة للبنادورة فإذا هي ما بتقزي بقلبها يعني هي ما بتعفن بقلبها البنادورة بس ما بتعود حلوة ما بتعود طيبة إنها تقدر تتاكل عادة ليش بيجي الرمض مثل كتير من الأمراض الفطرية اللي بتجي على البنادورة من كترة الرطوبة بس يكون في عنده فطريات هالرطوبة بتقدر تيجي وقتها بيصير في عنده أول الشي فرقات حرارية أكتر شي هي الفرقات الحرارية بين الليل ونهار مشا هيك ما نشوف الرمض أكتر شي بالربيع وبي آخر الصيف وقت اللي بيصير بالنهار الطقس حلو بس عشي بيصير أبرد الطقس وبآخر الصيف أكتر بعد لأنه بيصير في عنده ندي خاصة على الجبال بيصير في عنده ندي بالليل وبيرجع بعدين الطقس بيصير حلو أو بيصير حار حتى بالنهار فبيصير في عنده هيدو للأمراض كيف نقدر أنه نعالج هيدا الشي بس نشوفه دايما بس نشوف يعني نحنا لازم أنه ضغري نضلع من رائب بس حتى نزرع لحتى نتفادى أنه نستعمل بعدين مواد تكون قوية أو تكون مضرة لألنا ولل كمان المزروعات تابولنا فينا أنه نداوي بشي يلي موجود عنا بالبيت يلي هو البيكينج سودا أو البيكاربونات يلي كثير ستات بيستعملوا ببيوتون منقدر أنه نحط ملعها من البيكينج سودا بقلب 2 لتر من الماء ونرش على لورة طبعو البنادورة طبعنا إذا كنا ببداية المرض شغلتين يفينا نعملها في بالسوق شغلتين يلي هني مسموحين بزراعة الأضوية بس نشوف أنه لا مش مشي حالو عم بيرجع الرمض في عنا مواد 2 مواد موجودين بالأسوية يلي هي الكابريت بيستعملوا عادة بهيك شي وفي شي تاني يلي هو زيت الزنزلخط أو نيم أويل أوكي هلا لاحظة ما تنقذكت هيدولة مواد غادم تماقلت مسموحين بيت زراعة البيولوجية هوني عم بحكي عطيت رسات أو وصفة نقدر نستعملها بالبيت فترة صغيرة إذا كنا بعدنا مقلعين بالمرض مضبوط ما ضح نعم بكي بس إن كان الكابريت أو نيم أويل أو زيت الزنزلخط هن نفعالين أكتر إذا عندي كمية أكبر من الانتاج وإذا عن جد ما بدي أني أخسر الانتاج تبقوا لي هلا هوني رح فسرون شوي أكتر لأنه بيجي كتير أمرات بعدين نستعمل نفس المواد هيدا نيم أويل أو زيت الزنزلخط هو زيت يعني هو الخلاصة أو الأسانشل أويل طبع الشجرة يلي بنعرفها يلي هي شجرة الزنزلخط وهيدي عندها ميزات إنه هالأسانشل أويل طبعها عنده ويت سبكترم أو بيقدر إنه يعالج كتير من الفطريات والحشرات البقيين مش بس طريقة إنه بيقضي عليها بيبعدها يعني دايما المعالجات البيولوجية بتبقى مش بإنه تقضي على الحشرات مية بالمية ولكن كمانا إنك تبع دي ما تبقى ترجع تيجي على هالنباتات يلي عندنا يهون فهي دولي هن المتين يلي بنقدر إنه نستعملهم بمعالجة الرمض يلي هو نوعا ما منه من الأمراض يلي كتير صعبة ومنقدر ضغر نلقطوه ومنقدر إنه نعرفوه نحن نوصل شفتوا صورة يلي قبل كمانا نحكي عن أمراض يلي هي كتير أصعب يلي بتندرج تحت مظلة الشي يلي بنسميه الميلديو أو اللفحة بالعربي بيسموها لفحة لأنه هلأ لح لح نفسر شوي هون عم نشوف إنه فجأة بتصير هيك يعني بتنامي بتقومي بيشكل كتير سريع سريع يعني هيدا مرض كتير بسرعة بيقضي على البنادورة وبتقد كتير أشخاص بعانوا منه هون عم نشوف مرض يلي اسمه الداوني ميلديو شو بيصير بيصير إنه على طراف الورا بتبلش تصير صفرة الورقة بعدين دغري بتصير لونة بني بعدين بلت نشوف هيدا البني وهيدا الأصفر عم بيجي على البنادورة كمانا هي وبعدها مش مستوية بتشوفي كيف بتصير مبقحة هلأ هون عم نشوفها بمرحلة مانا كتير متطورة بس بتقدر تصير من جوة كتير لونة أسود كمانا خالص مانا يعني ما في إنقاذ شو غراح بلا في إنقاذ فينا هو دايما بس حتى نلقطع على وقت مبكير منقدر هلأ كل هون الأمراض يعني ننتبه إذا كان منسئ البنادورة من فوق رح يصير في عنده هون الأمراض إذا كان منسئ كتير بكترة وبتضل الماء فيها للتربة كمانا رح يصير يعني كل هون هون جيين ونجيين من كترة الرطوبة اللي منقدر إنه نشوفها الداوني ميلديو بيجي أكتر شي بفترة بكير يعني بيجي جمالا بآخر بآخر الشطة أول الربيع إذا كنا زيرعين الأول زرعت البنادورة وكمان بيجي على الفروقات بالليل والنهار بين الليل والنهار وقتا بيكون في عندي كترة رطوبة وقتا بيكون في عندي تهوئة عاطلة تهوئة عاطلة يعني بيكونوا مثلا البنادورة كتير مزروقين على بعضهم فمع بتروح لرطوبة مثل ما لازم مش هيك عادة منوص إنه يكون فرق بين الكعب والكعب التاني على القليلة 50 سنتي ولبعد الفرايتي استقدر تكون أو إذا نحن بأرضنا مرتاحين خليكون لحديد الستين وللمتر كمهنا ما بيأثر هذا شيء أفضل للنبتة هلأ إذا واحد عم بينتج لحتى يعطي كميات لا ما رح يروح متر كميل مسافات بس إذا نحن بيوتنا خليون يكونوا مباعدين عن بعضهم يكون التهوئة منيحة بينتهم بيوفر علينا كتير وبيعطينا إنتاجية أفضل لألنا كابات يعني لأنه بيكونوا مهويين بشكل أفضل كيف نعالج الداوني ميلديو منعالجه عادة كمان بشغلتين النيم أويل هلأ بركي نيوم ما لحقت بس رح جيب معي النيم أويل أو الستانشل أويل طبعا لحتى فرشيكم شو هو مالنا مادة يعني مخيفة بالعكس ومنقدر إنه نعالج بيالنيم أويل نقدر نعالج بشي اللي مسميه النحاس أو البوردو ميكسور أو بيسموه البوية بوردوليس عم بحثي عن مواد كلها منقدر إنه نستعملها بالزراعة البيولوجية اللي هي نوعا ما ممنى مضرة بس بدنا ننتبه كل هالمواد اللي منستعملها أول شي الفعالية تبعيتها بتجي آنية يعني ما بتطول بقلب الفوكي يعني مثلا منستعملها من رشة اليوم بعد بكرة أو بعد بكرة ماكسيموم بكرة راحة ما بيقعد موجودة مشين هيك هي منا مضرة لإلنا مش يلي المواد الكيميوية التانية يلي بتضل أيام ثلاثة أسئبية ما بتروح يلي بتقط فيها وبتكرية وهي بعد المادة الفعالة موجودة بقلبها لأ ما عم نحكي عن هيك شي بس هاي دي إذا تكرر يعني إذا استعملناها بشكل متكرر هلأ هون بدنا ننتبه بشكل متكرر ما عليش لأن هي عم بتروح بس بدنا نستعملها بد يكون في فرق بينتهم وإلا بنحرق النبدة يعني بدنا نستعمل مثلا اليوم بيستعمل الكبر أو النحاس بدر استعمله تقريبا أربع مرات بالموسم مش أكتر من هيك وبدي خلي مجال أسبوع على الأليلة أو عشرة أيام بين رشة النحاس ورشة النيم أويل بينتهم لحتى يكون اشتغلت عطيت فعالية وراحت نرجع نستعمل المادة الثانية بدون ما نقزينا بيتنا هلأ لحفرجيكم كمان نوعين من الفطريات يلي هنه كمان منهم الخطورة من دوني ميلديو هيدولي عنوية من الفطريات هي بس حتى أعطيكم فكرة الفطر اسمه فيتوفترا باللغة اللاتينية يعني يعني قضاء كله يعني قضاء كله فمشي هيك مسميينا فيتوفترا لأنه بتقدر فعلا بيه ظرف كتير ايام قليلة تقضي على البندورة تابعونا هون عم نشوف اللفحة النارية بيسموها أو الليت بلايت يلي كتير بتشبه الشية اللي شفنا قبل بس الدوني ميلديو كتير بتكون أقوى بتكون أقصى بكتير فإذا ببلش التراف الورقة بيصير لونة على أصفر بعدين بيمتد لجويتها وبيصير لونه بني بيصير كأنها محروقة للورقة هيدا الشي بيقدر أنه يطال كمان التيج هلأ منشوف بصورة يلي بعدها ومنشوف على أفل ورقة فيه مثل عفن لونه جري يعني هون منشوف وج الورقة هيك ونعم شوف البندورة يلي كمان تقدر أنها تلاقي قداش تكون مضروبة هيدا بيشبه يلي شفنا قبل بس اللي شفنا قبل دون ميديو هو أقوى لا نحنا كهوات ما رح نقدر نميز بينتون نحنا اللي عارفين أنه راح بندورة راح بندورة شفنا الرمض يلي هو مختلف بشكله ومختلف على اللهم هون عم نشوف نوعين من الفطريات يلي كتير بيشبه بعضهم ما منقدر نميزون هيدول اتنين اول ما نشوف ان الورقة هكا عم تعمل عم تصفر من الطرف وعم ترجع تصير بني قبل ما نشوف البندورة هيك صارت ما فينا نستعمل شي تانين ما فينا استعمل باكينج صودا ما فينا استعمل اشياء من البيت من عندي بدأ استعمل مواد ملنا مدرية اللي هي النحاس والنيم اللي حتى اقدر انه عالج بيأثر على وقت ممكن لانه هيدول الفطريات بيقدروا انه يقضوا على البندورة بيزرف كتير وقت قليل لحتى شوف كمان اذا منمرقون منشوف النوع الرابع من الفطريات اللي منسميها كمان لفحة بس هون عم نشوف نفسها الليت بلايت بنشوف كل المراحل من التيج يلي بتبقى كمان مسودة بيقدر تكون شقفة من الغصن مسود واذا صار هيك هون عم نشوفها باول صورة اذا صار هيك لازم نشيل كل هال الاقسام اللي بتبقى مضررة يعني اول ما بلش شوف بالدرج واذا فين نشيل كل الاقسام اللي هي مضررة وشيلها بعيد يعني بعدها عن البستان كله سوا واذا فينا نحرقها بيكون افضل لانه يعني متكأن محروقة هيدا من اللفحة النارية اللي ممكن تضرب البنادورة هلأ كنت عم بقول كمان هون عم نشوف الأرلي بلايت او اللفحة المبكرة هيدا بتجي بكير بتجي قبل قبل هيدول المصايب يلي شيفينا قبل اذا شفناها الدربة القاضية كلها اذا شفناها هيدا اهيان بكتير انه نقدر العالجة الأرلي بلايت يلي هي بتجي بشكل اول شي دوائر صغيرة متل ما شايفينا بتجي على الوراق يلي هي مخطرة اكتر يعني مش الجديدة ما بتجي على النمو الجديد تجي على الوراق الكبيرة واذا عم نقدر نشوفها بيجو دوائرات كونسنتريك دوائر هيك مركزة ورا بعدها لحتى تعطيني هيدا هيدا الشكل يلي عم نشوفه كتير ما بتغليت انه هيدا هو المرض يلي عم نشوفه وكمانا منشوف على البنادورا مثلا منشوف بالصورة يلي بعدها على العنق طبعا حلما هي معلقة بالنبدة بتشوفه نفس الدوائر كمانا موجودين على البنادورا ولوقت اطول يلي بيصير انه بتقدر تسود يعني اذا تركناها بتقدر انه تسود ويجي عليها امراض تانية فطريات تانية لانه صار عنديك ضعف بالبنادورا وبالورقة كمانا فبتجيب امراض تانية يلي هي اللفحة النرية اللي شفنيها قبل شوي يعني هاي بتجي قبل منها اذا ما علجنيها ممكن تجيب امراض تانية كمانا بتقدر تكون كتير صعب انه نقدر نعالجها هلأ كيف منعالج اللفحة المبكرة كمانا بدي ارجع لالكبر ولا النيم او البوية بوردولاز والنيم هيدو المواد موجودين بالاسواء ومنهم صعب انهم نلاقيهم ومنهم مضرين بس ننتبه بنا نتأيد كتير بديش الكمية اللي بنا حتى الكبر كتير بيعالج الفطريات وفي كتير فطريات ما بتروح بدون هيدا الشي لانه هو بالحقيقة نقص بالغذاء يعني بتكون النبتة عم بتصير ضعيفة وعم بيجي عليها هيدا المرض لانه عندها نقص بالكبر فأنت بتعطيه بتقوية وبتعطيها هالمادة هيدا لحتى تقدر انه تصير عندها مناعة ضد الأمراض هيدول بدنا ننتبه بس نتأيد كتير بالدوز اللي منعطيها أول شي لحتى ما يصير في عندي زيادة بقلب النبتة طبولة وتاني شي لانه على الكترة مش منيح نكون في عندي كتير نحاس بالتراب حتى بره بأوروبا كتير في تأييد بطريقة استعمال هالمادة هيدا لانه مع الطولة ممكن يكون مضر بالتربة اللي عم نحن وقتنا خلص بس هالموضوعنا خلص موضوعنا ما خلص كتير طويل بعد ان شاء الله بس الأشخاص اللي عندهم هالأمراض يكونوا شايفوا ويعرفوا كيف يقتروا انه قد نه يعالجوا بدي بس أقول انه للفطريات نتبه بس أكتر شي من الورتوبة نسئة مضبوط نحط نحط نيلون تحت تحت النبتة لحتى ما يصير في عندي انه النبتة دقة بالترب دقة بالرطوبة طبعولها ونهوي قد ما فينا مبعد النباتات عن بعدها جمعة تجيبار كم نحكي كمانا لأن زالتين عن شي كتير مهم يلي هي الأنواع يلي بتقدر تكون مقاومة للأمراض ويلي هي موجودة وخاصة بس نحكي عن الحشرات لأنه هون بيصير كمانا موضوع آخر أنا ما أكون هيك إذا عاشتكم بالصور اللي مش كتير حلوين للبندور لا بس واحد يعرف لأنه هاي إذا عم تقول هالقد بسرعة وكذا واحد بينام بيقوم بيبدأ شوف بني كلها تشألة بيطلق ضروري أنه نعرف مرسي لألك كيندا خليكن معنا مجاهدين رحنا وياكم رح ناخد برايك صغير ونرجع نتابع فقرات رح أترككم بعد دقايق قليلة تترافقوا مرة من جديد مع شاف حسين اليوم ضمن عالم الصباح إنما هلأ قبل رح نروح بها الجولة على صلاة السينما ضمن أفليمها الأسبوع فيلم الفانتسي The Dark Tower عن رجل عم بيحاول يحمي البرج اللي بيشكل ضماني للكون وبالتالي بتعرض لحرب بين الخير والشر مع أدريس ألبا وماثيو مكانه وفيلم الأكشن Six Days أحداث الفين بتصير سنة الثمانين وقت اللي بيدخلوا رجال مسلحين إلى داخل السفارة الإيرانية بلندن وبيحتجزوا كل اللي بداخله كرهائن مع مارك سترونج وجايمي بال وفيلم الحرب The Wall عن جنديين أمريكيين ما بيفصل بينهم وبين الناص خطير إلا حيط غير ثابت مع جونسنا وأران تيلور جونسون وثريلر First Kill عن متعامل ببورسة وارستريت بيطار يتهرب من قائد شرطة عم بيحقق بقضية سرقة مصرف وعم بيحاول العثور على المال المسروق وموقيته بحية ابنه مع بروس ويرس وهايدن كريستنسن وفيلم الأكشن Security عن حارس أمن عم بيحاول حماية سيدة عم بتهدد عصابي لأن الشيه دي على قضية بالمحكمة مع أنتونيو بانديراس بان كينغزلي وجابرييل لاري وفيلم الكوميدي الفرنسي تالمر تالفي عن أم وبنته ما بفيروا بعض وما بيشبهوا بعض لغاية نهار اللي بيعيشوا في نفس التجربة مع بعض مع جوليات بيناش كامي كوتين ولمبر ويسا والفلم الرومانسي عن حبيبين عم بيحاولوا يتعاملوا مع ثقافاتهم المختلفة خلال تأسيس علاقتهم مع كومينا جياني زوي كازان والنجم الكبير ري رومان من بعد هالجولة على صالة السينما وعدكم نرجع للستوديو وفورا ننتقل عند الشافحسان ننتبه كل تفاصيل الأطباء لليوم صباح الخير من جديد لكل المشهدين بعد ما حضرنا بأول فكر أنا وياكن الملفوف الملفوف وصفي كتير طيبي الملفوف صارت على النار بلت شغلي الملفوف وبعد ما كنا حطين للملفوف منرب البندورة هلأ صار وقت لحتى نتقل الملفوفات لحتى ما يفرتوا معنا لكن مشاهديننا لفات الملفوف حطيتهم بهالطنجرة صاروا جاهزين متل ما عم نشوف ميوتهم شوي كتير ففيني اتركهم متل ما هني وفيني ناقص منهم ما عندي اي مشكلة بس طبعا مهم ما يطلعوا لبرا لكن حضرنا الملفوف رصيتهم بكعب هالطنجرة حطيت فخارة لحتى الفخارة تتقلهم طبعا بدي شي بعد تقل الفخارة لحتى ما يفرت ويطلع منهم الحشوة اوكي طيب انا تقلتهم بطنجرة حاطت فيها مال فيكن نجيبوا انتم حجر فيكن نجيبوا صحون فيكن نجيبوا هالبكم متواجد عنكم فينا نجيب بريق شاي نحط فيه ما ينتقلو كمان ننتقلها ببريق شاي ما عندي اي مشكلة اوكي لكن مشاهديننا الملفوف جبت انا ملفوفة سلقت الملفوفة فيني كمان اتركها بلا سلق حسب ما انتم بتلغبوا فسلقت الملفوفة بعد ما سلقت الملفوفة بردتها حطيتها عجنب جبت وعاء حطيت بقعب الوعاء من البصل المفروم ناعم ضفت للبصل المفروم ناعم توم ضفنا بنادورة بقدونس وايضا نعنع اخضر زيت زيتون حطيت دبس الرمان نحن بقول لك كل المشاهدين ما حطيت عصير حامض لكن حطيت دبس الرمان زيت زيتون رشة ملحة صغيرة مع رشة فلفل اسود دعكتهم كلهم مع بعض وخلطتم مع بعض لفات الملفوف رصيت الملفوف بقعب هايدي الطنجرة وايضا ضفت لالها من الماي او المرأة حسب ما انتم بتلغبوا مع رب البنادورة وهلأ تركينهم عم بيغلوا وبدون حوالها لخمسين دقيقة لحتى يستوى اما هلأ انا وياكن خلينا ننتقل للوصفة التانية لحتى نبلش فيها اللي هي وصفة للجاج او طاجن للجاج بالجزر والزيتون لكن طاجن للجاج بدنا نبلش فيها انا وياكن اوكي عندي طيب لكن مش هدي النار رح نرد الطنجرة نتركها على نار خفيفة اوكي حطينا زيت زيتون بنحطها الطنجرة اللي فيها الملفوف بنحطها على نار خفيفة لحتى تستوي على نار هادي اوكي بس الغاز رح استغله رح ضل استعمله لان رح جيب كمان طنجرة تانية اوكي بنجيب طنجرة تانية لحتى نبلش نحضر كمان الرزة طيب عندي هادي الطنجرة كمان بحطها على النار بحط فيها قليل من الزبدة او المواد الدهنية لحتى مبلش نفلفل الرز انا وياكم بستعين بالزبدة بحط معلقة من الزبدة هون عندي زيت الزيتون زيت الزيتون صار جاهز لا شو جاهز زيت الزيتون نجيب للجاج للجاج بدي اطعن انا مربعات مثل الطووق او اصغر من حبة الطووق بطعن بهالشكل وبضيف للجاج لزيت الزيتون لحتى الليهن بعد ما يستوي للجاج بدي اضيف لقلون من البصل كمان بصل جوانح وايضا نرجع منضيف البندورة ومنضيف الجزر منضيف الزعفران ناخد نكهة كتير طيبة ما بدنا ننسى كمان البقدونس وايضا مشاهديننا الزيتون الاخضر هيدا الدجاج صار جاهز عنا منشيله الغري منحطه بالبعاء وعلى النار لكان ضفت الدجاج لزيت الزيتون منحرقهم مع بعض لحتى يبلشوا ياخدوا اللون الدهبة بعد ما يبلشوا ياخدوا اللون الدهبة شو رح نعمل رح نحضر كمان البصل البصل رح نشيل دغري البصلات ونضيف البصلات فوق للجاج رح ضيف البصل ورح ضيف الجزر طبعا الجزر بد وقت لحتى يستوي لها السبب نحنا منضيف الجزر ومنضيف كمان من مرقة للجاج وبنتركهم يغلوا أو حتى فينا نضيف كمان من الماي مع الزعفران أو الأصفر المعندو زعفران في حط أصفر مع رشة قرفة صغيرة رشة فلفل أسود وأيضا مشاهديننا رشة ملح صغيري خلينا نشوف هون الجيج نقلبو كمان شوي أوكي أوكي لكن أحبلش أنا بالبصلات نحضر البصل بيكون الجيج تحمر عنا وأيضا رح حضر الجزرات كمان غير البصلات أوكي يلا لكن مشاهدين رح ضيف البصل ورح أرجع ضيف فوق البصل ضغري الجزر ورح ضيف البندورة ورح ضيف كمان فيني حطلها من الفلايفلي بس الزيتون ما رح نضيفه هلأ الزيتون منضيفه آخر شي أو آخر مرحلة منضيف فيها الزيتون لكن أنا رح حضر البصل لحتى يبلش الجيج ياخد لون في عندي على النار الملفوف عم بيغلوا عم بيستوي الملفوف لآخر فكرة نشيل هالملفوفات نحطهم أنا وياكم بصحن نزين الصحن بالنعنع نزينه بالبقدونيس نزينه بشرائح الحامض لأن كل هول بيلبقوا مع هادي أو مع الملفوفات حالا نجي ناخد الرز كمان منضيف الرزات للزبدة أو المواد الدهنية مع رشة ملح صغيرة أوكي كمان منحرقهم ومنضيف لقالهم الماي طيب هايدي الماي جاهزة عندي ضفلهم ميتهم وبتركن لحتى ينبطوا هون بولك للمشاهدين كل كوب ونص أو كل كوب من الرز البسمتي أو الرز الهندي بدنا لقاله كوب ونص من الماي وكل كوب من الرز الامريكاني بدنا لقاله اتنين كوب من الماي هون الجيج بعده ناي بعد ما اخد لون الدهبة تركه لحتى ياخد لون الدهبة لضيف لقاله البصل لكان ما رح ضيف أنا البصل لحتى الجيج ياخد لون الدهبة وايضا بعد ما ضيف البصل يتنبط البصل مش يتنبط يدبل البصل بضيف لقاله الجزر وبضيف المرأة وبضيف البندورة باخر فكرة رح اخبركم بالتفصيل عنها الوصفة بس طبعا ما رح ضيف كل شي رح ضيف بص البصلات ونضيف الجزرات اللي يستوه لتاني فكرة وبتاني فكرة رح نكفي هالطبخة انا وياكم وهلأ اليك غالق مرسي لأ الكثير اذا رح نزع لعندك ربعا ناتبعا خلال عالم الصباح بعد عنا كتير تفاصيل نحضرها مثل ما قالكم الشاف حسين انما هلأ خليكم معنا بريك صغير ومن بعد رح تنضم لألنا كارمن وناخد اتصالاتكم مع زودياك وعدكم مشاهدينا وطبعا نوفي بوعدنا نضمت لألنا كارمن مرة من جديد اليوم بسوديو عالم الصباح وصار الوقت انه تحتى بننتقل لعنده مع محطتنا التالية وزودياك صبحكن بألف خير صباح الخير غادة صباح الخير لشاف حسين والف مبروك شاف ان شاء الله تكون هيك سنة حلوة للكون والف مبروك على زواجكن اتصالاتكم مباشرة عنها هو اليوم رح مشوف اذا لاحقا بناخد لحبلش لانه الفقرة بي ايميلات في عندي كتير ايميلات رح اجرب بلش فيها اول ايميل في عندي من ماريو في عندي ماريو تاريخه 28 آب 58 ماريو عنده سؤال عن موضوع الشغل هيدا هو سؤاله بشكل عام هيدا هو الي طالبه فخلينا نشوف ماريو طبعا شو اللي بهمه شو اللي ماشي عنده وما عندي ساعة ولادي رح اشتغل على البلانتز على الكواكب فقط الى غير حسب ما انا اللي مبين عندي اول شي طبعا هو برجوء العذراء برجوء العذراء بهايد السنة عم بيسأل عن هيد السنة بهايد السنة البرجوء العذراء مش هو الي رح يتلقى الايجابيات ولا حتى السلبيات بشكل عام رح امتقل لكواكب حد برجوء العذراء يلي هي بالميزان ويلي هي بالعقرب هودول الكوكبين المشتري ونبتون هني يلي رح ياخدوا بالنسبة لك الاخبار السارة في عنده اخبار سارة العلاقة بالشغل نقل نوعية يمكن يكون فيه نوع من سفر يمكن فيه من تغييرات باعتبرها ممتازة بشهر اكتوبر هذا بالنسبة للماريو ويبدو كأنه شهر اكتوبر فيه سفر او فيه علاقة جديدة يبدو كأنه فيه سفر كأنك عم تنتقل مكان الى اخر يمكن شغلك بنقلك من مكان الى اخر اذا هذا هو السؤال اللي انت عم تسأل عنه رح حط فيه عندي ايميلات رح بلش بيه منال تمانية وعشرين اربعة خليني حط منال وحط الساعة كمان اللي عطيتني اياها بيه لبنين منال بيه لبنين وحبي تعرف عن بشكل عام شو اللي مبين الوضع الصحي وايضا وضع الميهني اوكي خلونا نشوف منال شو اوضاعه منال طبعا موليد برش الثور كل موليد برش الثور هلأ هني مرقين بفترة بعد ما مرقوا رح يمرقوا بفترة بس لمن المشتري بيوصل لبرش العقرب اللي هو مقبيلون ابتداعا من شهر اكتوبر موليد برش الثور رح يبلشوا يلاقوا تغييرات ملموسة ولانك انت منال من موليد العشرية الاولى يعني باوائل برش الثور هيدا معنات انت رح بتكون من الاوائل اللي رح يتلقوا دفعة من الايجيبيات والتغييرات الحلوة ويبدو كأنه اللي علاقة بارتباط الارتباط هو كونترا لما بيفتح باب الارتباطات كل انواع الارتباطات صارت ما تروحها عالتاولة ارتباط عاطفي ارتباط اجتماعي اجتماعي يعني يمكن تدخلي بمؤسسة بجمعية ترتبط فيها يمكن يكون ارتباط مهني يمكن فيه شغل مش بالضرورة يكون انتقال الا شغل جديد او بتتركي يمكن يكون شغل اضافي على الهامش يمكن يكون شغل تان يمكن انت تخترعي شيء جديد وبالتالي فيه ارتباطات حقل او صعيد الارتباطات صار مفتوح قدامك بشهر اكتوبر اللي انبين كمانا عندي فيه نقطة بدي بس نبهها لا منال للامر الموجود بالدرجة واحد كابريكون بصراحة هيدا النقطة الوحيدة يلي بلاقيها سلبية بيتشارت عندك حتى حافظ على مصداقتي لازم ملك عنا لانه زحل باخر السنة بعيد الميلاد اكزاكلي الالفين وسبعتاش زحل ينتقل من برش القوس بيرتحوا موالي برش القوس نهائيا وبينتقل سحل لبرش الجدي لما بينتقل لبرش الجدي بتبلش المعاناة عند موالي برش الجدي وعند كل شخص عنده يملو كوكب ببرش الجدي نحن عمنا عشر كواكب انتو بتعرفوا واحد منه الهو برشكن بقيت الكواكب ما فيكن تعرفوها لحتى تحكوني وساعتها بقلكون وينني وبأي أبراج واقعة مثلا بالنسبة لمنال عم بيحكي عن منال منال منا من موالي برش الجدي فهي بتفكر حاله انه قطع زحل انا مخصني بزحل لما بيكون لبي برش القوس وبرش الجدي وبرش الميزين اتترا بتفكر حاله او حيل له شخص آخر غير معني بزحل بفكر حاله انه هو ما له علاقة لكن لازم تعرفوا انه كل شخص في عنده عشر كواكب احيانا كتير بيكون في عندنا واحد منهم موجود ببرش الجدي بالنسبة لمنال عنده الامر موجود بأول درجات برش الجدي هذا معناته تطلق منال بأول زيارة أول دخوله شمعة طوله زحل زحل يدخل برش الجدي بتاريخ عيد الميلاد 24 كانون الأول ديسمبر وبالتالي احتمال انه نهاية سنة 2017 ما تكون مريحة الامر هو الصحة هو الوالدة هو أنا وهو العائلة وبالتالي ويمكن احيانا امور عائلية وشخصية المنزل بحد ذاته فبديك تنتبهي بآخر السنة أول سنة 2018 يبدو كأنه في نوع منعاص في معقولة تكون مرأة هايزا بالنسبة لمنال خليني انتقل لريتا خليني نحبت ريتا ريتا موليد أربعة تسعة ناينتين سبنتي فور وريتا عاتتني ساعة ولادة خمسة ونص صباحا خلينا نشوف ريتا شو أخبارها أوكي ما في سؤال لمحدد معنا نحكي بشكل عام خلينا نشوف بشكل عام شو في عندها ريتا ريتا طبعا موليد برش العذراء مجموعة كواكب موجودة ببرج العذراء واحد اثنين ثلاثة عدي كوكب مهم ببلوتو ببرج الميزان كانت أخباره حلوة بتقريبا سبتمبر اكتوبر هايزا سنة الالفين وستعش الحلو الحلو هو إورانيوس كوكب إورانيوس موجود بالدرجة 25 ميزان ليبرا هايزا معناتها لأنه إورانيوس هو كوكب المفاجآت فزيارة يلي بيتلقيها كل شخص عنا كل شخص عنده كوكب إورانيوس ساموير في موقع ما بيتشار تابعيته باللحظة اللي بيخلق فيها بنهار اللي بيخلق فيه إورانيوس إجمالا هو كوكب المفاجآت هايزا موجود عنا سابت سابت من هلا إلى 100 سنة هايزا ما بيتغيار عند ريتا ولا كوكب من هاو برحيط هاو سابتين عم تمرق كواكب كل يوم وعم بيبرموا الكواكب عم نبرم عم نبرم عم نبرم وبالتالي فيه كواكب بالفلاك هي اللي عم بتأثر علينا بالنسبة لقالك المشتري يلي هلا موجود بهيد السنة موجود ببرج الميزان كل 12 سنة بيبرم بيبرم يوصل لبرج الميزان رح يوصل لعندك من 12 سنة بديك تتذكري نحن 2017 ترحي ترحي 12 سنة نرجع لـ 2005 تقريبا بلس أو ماينس شو اللي صار عندك في 2005 شو هي المفاجآة الحلوة أورانيوس هو المفاجآت شو نوع الكوكب المارئ بيكون نوع المفاجآة لأنه المشتري جالب الحظ مع أنت مفاجآة كانت سارة جدا شو هي المفاجآة اللي كان شو التغيير اللي صار عندك فيه احتمال أنه أنت بالـ 2017 وتحديدا سبتمبر أكتوبر يكون فيه عندك نقلة نوعية نقلة نوعية إيجابية ممتازة غير متوقعة ويمكن تأسس لمرحلة عمره 12 سنة ففيه عندك مفاجآة سارة هوني حبيت تتوقف عنا لأنه بنفس الوقت عم بشرح شوي بعض الأمور الفلكية بالنسبة لألكم لكل المشاهدين بقدروا يستوعبوا هل يا تورا فيه إشياء سلبية تانية مبينة عندي لأنك عطيتيني ساعة ولادة عطيتيني ساعة ولادة حاب يقولك أنه المشتري الموجود ببرش الميزان هو بالبيت التاني المشتري رح يمتقل لبيت التالت بيت الأخوة وبيت الدراسي وبيت الشغل هذا معناته فيه تحسن فيه تقدم زحل الموجود عندك بالبيت الرابع لفترة فيه عندك قصص وحكايات عائلية شخصية مش زابطة مش زابطة يمكن مش أنت يمكن حدا بالبيت يعني مسألة أنت راسك دايما دايما صار له تقريبا حوالي سنتين مشغول بالك على مسائل لو كنت متزوجي إذا أنت متزوجي معنات عندك مشاكل بالبيت مشاكل عائلية مشاكل زوجية مشاكل العلاقة بعقار معين مثلا أو يمكن حتى إذا ناطرة جنسية باسبور أو مسائل من هالنوع كل هالأمور معقدي كل شيء وصحة الباقي عندك هون هيد الأمور باقي ويبدو كأنه زيارة صحة لمكملة معك بعد مكملة معك حوالي تقريبا كل سنة الـ 2018 على الصعيد العائلي أوكي يعني بس متل ما عم بتشوفو شرح التام أستراليا اللي هي نيتل تشارت يعني هلأ أنا حكيت حكيت عن ريتا لنقطتين كوكبين حكيت عن أورانيوس وحكيت عن هالمنطقة وأخدت وقت فكيف يسأل الواحد بديو يخد وقت مشان هيكي شرح الخارطة الفلكية بتاخد تقريبا فيها تاخد نص ساعة أو ساعة حسب الإنسان شوفي عنده التحركات رح أخد رح أخد سوري بس حتى ارجع بس على نقطة هلأ أنا وعم هون زحل هون البيت الرابع معنات أحد الوالدين كمان عنده مسائل ضغطة ويمكن ما رأيت هالضغوط هالغيمة من حوالي سنتين أو خلال سنتين في عندي مين عندي عيدة خلينا نحط عيدة خلينا نشوف سبعتاش سبعة كمان سبعة سبعة كله سبعات أوكي الساعة وحدي خلينا نشوف عيدة شو قصتة وما في سؤال محدد موالي برش السرطان أوكي خليني بس حت علامي إنه حكينا عنهم خلني نشوف عيدة عيدة موالي برش السرطان ما بعرف إديش الساعة لعطتني إياها إديش دقيقة بيعطيني طالع العقرب برش السرطان ثلاث كواكب برش الأسد أوكي السرطان ما عنده كوكب مباشر هل عم بأثر عليه عندي الميزان عندي المشتري الميزان لكن قطع بلوتو هاي دي سنت الماضي إذا الساعة صحيحة بلس أو مينس صحيحة في نقلة نوعية المشتري موجود هون عم بيقطع الطالع فيني عارف الطالع من لحظة الولادي من لحظة الولادي الطالع صفحة جديدة بس لما نيمرق المشتري في صفحة جديدة صفحة جديدة لكون حلوة إذا إيرانيوس قطع معناتها في نقزة في نقزة في مفاجأة هلأ اللي عم بيقطع عندك هو المشتري ففيك تقولي عيدة إنه في عندك مفاجأة وعلى الأرجح هذه مفاجأة سارة ولما نيلتقي بأورانيوس وحكيت عنه عند مين كان في مفاجأة عند أورانيوس لما بيلتقي أورانيوس المشتري وأورانيوس في مفاجأة المفاجأة بتكون سارة هلأ حكيت عنه يمكن عند ريتا المشتري بيلتقي بأورانيوس كمانا بشهر أكتوبر معناتها شهر أكتوبر حضر حالي في عندك مفاجأة سارة جدا جدا فيها تكون شو ما كان وكمانا بليك ترجعي لورا كمانا صارت من 12 سنة بألفين وخمسة بلاس أو ماينس في نقلة نوعية في تغييرات فيها تكون مرحلة جانبية هامشية وفيها تكون مرحلة كمبليتلي ديفرنت بيغير الواحد مسار خلص بيقول أنا مثل القاعدة نقول مثلا لبنين وفجأة تنقل وراح أستراليا يعني مش إنه راح على بلد قريب إنه لا فيه كمبليت تشينج وهيدا تشينج بيكون بالنسبة لأليك رح بيكون إيجابي فهيدا هيك بشكل عام هيك أخدنا فكرة كيف بتكون تفسير الخارطة الفلكية وتلاحظوا مجددا إنه أنجأ لحقنا حكينا عن كوكب واحد وفي عشر كواكب عن كل إنسان هيدا بعد ما حكينا عن المنازل يلي هني كمان أتناش وما حكينا عن الطالع وما حكينا عن بيت الزواج على كل هيدا هي كانت اليوم فقرة زودياك أنا حبيتها ما بعش بإذا أنتم حبيتوها لأيتها كتير حلوة كلكم حبيتوها كلنا عيون اللي حبقوا أوكي هيدا إذن زودياك نهار الخميس المقبل في زودياك تاني كل يوم الأبراج مرتين سبع إلى ربع الصبح وعشرة وربع بعلم الصباح مثل العادي عاول دي لألك هذا مرسي لألك إذن كارمن كانت كتير حلوة دائما وتم ياخدوا تفاصيل وتحس أنه أنت هيك انفول بكل هيدول التفاصيل الناس بتحب مش على السريع وقتها بيكون وراء بعضهم والوقت لحقنا مرسي إذن لكارمن نحن وياكم رح ناخد كمي مرة بريك خليكم معنا متابعة عالم الصباح لليوم مع فقراتنا ومحطتنا التالية مع تانية وخلينا نحكي إيه مات صيفية ومهرجانات بلا ما نحكي شو فيه جايتينا بالعنف والعنف بلا ما نحكي خلينا ما هيك يا ريت شو حلو ايه تخيل أنا مش ضد الفكرة أبدا أكيد غادة أول شي أنا استقتلك لنا شهر مش عادين تقريبا تاني شي اليوم عبيلي أحكي عن مفهوم العنف يعني كمي أنا سؤالت دايما أنا بتنسأل أنه يا عم ليه مجتمعاتنا عنيفة وليه بيضل في عنف بالعالم وهل رح يخلص العنف وإيه لا ما هونيلك اليوم عبيلي أحكي عن نظرية مسلس العنف لها سبب معي ماركر ورح أستعمل رح كون قبلها صعاد على اللوح من اللوون مش هرسم لك زهرة رح أرسم شي تاني العنف يلي منشوفه العنف الظاهري هو العنف المباشر بس فيه تحته وهي بتتأثر فيه فمنعها بالدوامة اليوم رح فسرها قبلها صعاد تستأذن منك فضل سوف تتجه إذنك معي إذنك معي رح أرسم مثلث ورح أقسمه للمثلث إلى قسمين هون قسم مرئي يعني بتشوفه الناس هون غير مرئي هالمرحل جزء من المثلث هو شو بنقولها من إلا راس الأيسبورغ أو قمة الأيسبورغ قمة المثلث يلي هو العنف هيدا اللي منشوفه هون ظاهر للناس منشوفه بالعنف هون مثل شو هيدا اللي نقول نعدي معي ضرب صريخ 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 عنف لفظة لفظة بعد فيه قتل اغتصاب تهديد هيدا التهديد هو عنف ومنحط ثلاث نقاط لأنه الليحة طويلة طويلة ولكن هيدا مجرد ما نراه يلي بيكون عاددا تحت هيدا الشيء ويلي هو بيشكل هالمثلث الكتير خطير هو العنف الثقافي الثقافي ومنظومة هلا فالسرق منظومة عنفية رح بلش بالقوة هيدا غير مرئة ما منشوفه العنف الثقافي هي لما منكون عايشين بثقافات بتقلك انه يخيي العنف لابد منه وانه واحد لازني يعبر صح وبعدين يعني انه الحروب ما في مهرب منه ولما تاريخك اللي بتدرسيه بالمدارس وبالجامعات ما بيمجد غير المعارك وغير القتل ومن ربيح وإلى آخرين صح يعني بكتب التاريخ قليل ليقطع شابترات أو دروس تحكي عن أنواع مختلفة من مقاومة الظلم يلي سيبتة وناشحة وجري بيتمش فس بقرن العشرين والقرن التسعة عشر من قبل كمانا بس ما بيمرقوا علي الكتب الكتب كلها معمولة والميديا اليوم لتمجد هالثقافة العنف يعني بيقولوا التاريخ بيكتبوا المنتصرين والمنتصر إجمالا بيخبرك أنه معركة كذا حسمت المعركة وحسمت كل شي فإذاً هيدا عنف ثقافة إذا حدا بيقتل حدا شخص شو منسمي هيدا الشي غادة إذا حدا بيقتل حدا حدا ارتكب جريمة قتل شو منسميها جريمة قتل جريمة قتل حدا أو بدولة تقتل مئات أو ألاف شو منسميها حرب ضد المبارك شو تفرق ما منعود نسميها قتل لأنه إذا منسميها قتل بتنقز بتنقزنا أنه لأ إحنا ما هدفنا نقتل هيدا شي لابدى منه وهيدا اتراري صح فبثقافتنا بلا وعينا الجماعي نعتقد توصل فينا الأمور أنه نعتقد أنه العنف جزء لا يتجزأ وضروري بحياتنا هلأ إذا بتسأل حدا يمكن قسم كبير من المشاهدين بيقول لي بس يا خيأ وقت ما فيه مهرب مننا ما يدى جزء لك الإنسان الطبيعته عنيف لا العنف إمكانية طبيعية بالإنسان وهي بتجي من يعني حب البقاء طبعا بس حب البقاء أنا كل شي بيهددني مزبوط لأنه ثقافتي ومتوارثاتي كلها ما فيه شي أنا توارثته إلا بيقلي أنه لحافظ على الحياة بديه أوقات اضطر اقتل بينما هو فيه إمكانية تانية وموجودة وعملناها وعملوها أجددنا وعملوها البدئيين والبدكية ما عنا علم فيها مفكرين وثقافتك تحت روح يحضر فيه فيلم سينما البطل بدو يربح إلا ما هونالك بيربح الشر وبدو يقتلو في خمسة ألف واحد لحالي صحيحوا عطريقوا بيقتل مدرقات دي وبتقطعيها بس أنت مش عم تعرفي أنه أنت بالله وعي تبعيك أنت جزء من هال عم بتسجلي عم بتسجلي هيدا شي عم بتكمل تسجيله فعم بتكون الصورة الوحيدة تقريبا يلي عند الناس أنه العنف في الثقافة جزء لا يتجزأ منه ولكن هيدا من شفت هيدا بازل المثلث هيدا قاعدة المثلث هيدا واحد من الأمور الأساسية اللي بتوصلنا لهون تاني سبب يلي هو جزء من هالمثلث هو المنظومة العنفية شو بقصد بالمنظومة العنفية يلي هي قصد بالمنظومة العنفية قصد بالمنظومة العنفية هي لما عرق معين دين معين موقع اجتماعي معين جنسية معينة إلى ما هنالك عندهم وصول للإمكانيات أكتر من أعراق أخرى هويات أخرى طبقات ثقافية أخرى إلى ما هنالك هاي بتكون منظومة عنيفة منظومة عنيفة بتخلي مثلا يلي بشرته بيضاء يوصل لمراكز عالية أكتر من اللي بشرته سوداء مثلا بأمريكا اللي كنت فيها مؤخرا أصعب كتير على الشخص الملون أو الغامق أنه يتبوأ مناصب بالسهولة يلي موجودة للأبيض هذا مع العلم أنه هلأ قدير شغلين قدير شغلين عن الموضوع تصار أفضل من أبدا تصار أفضل وبعدنا بنفس الدوابة خلينا بمناطقنا أهل الأرض بيعتبروا حالهم بيستحقوا الراحة أكتر من الوافدين العاملين من لون أغمى عم نحكي بعدنا فقط عرق يعني العامل الأجنبي بأي دولة عربية عم نعرف كتير منيح أنه ظروفه الإنسانية صعبة وأنه نعرف بلبنان وبرات لبنان أنه العامل المنزلية بصعوبة لا تلاقي أو قليل لا تلاقي ناس بيعطوه نهار بالأسبوع ترتيح فيه يعني لأنه بالنسبة لألون أنه هي هون لتشتغل خليها تكون مثل المكانها بتشتغل هيدا منظومة عنفية بأوقات ما مننتبه أنه نحن جزء منها كمان جنسية معينة مثلاً إن كنت لبنانية تنقل بدولة معينة صعبة تلاقي شغل مثل لو كنت فرنسية بهالدولة التالتة المعينة أو أمريكية بهالدولة المعينة لأنه النظرة إلى الفرنسي أو الأمريكي أفضل من النظرة للمشرق إجمالاً وتنقل لللبنان طبقة اجتماعية إذا أنت من طبقة اجتماعية مرتاحة مدياً عندك وصول على تعليم أفضل عندك وصول لأنه المدارس العامة أضعف مثلاً بمناطقنا خلينا نحكي بلبنان حتى بدول متقدمة العلم الـ private schools بالعالم الأغنية بتروح عليها يلي كمان من هالمجتمعات الراقية جامعاتهم اللي بيقدروا يروحوا عليها بيقدروا يسافر يتخصص بسويسرة مثلاً إذن عنده حظوظ أكتر بالحياة العملية بعدين هاي كلها منظومة غير عادلة يعني عنيفة لما بتصير هالمنظومات ريكبة هيدولي أساسيين هون تحت هول بيولده هيدا العنف ولكن الاتجاه منه دايماً هيك مع الوقت بيصير هيدا بيأسس لثقافة العنف كمان بيرجع بيمدة بيغزية ما ضرب ايماً نحن جزء من الثقافة فجيل تاني بيجي بيلاقي انه هيدا ايه مضبوط عم بيأكد هاي الثقافة اغتصاب كمان بيأكد هاي الثقافة السماح بالاغتصاب انه هي طلبتها مثلاً بثقافات عديدة بالعالم بيقولك ايه لو ما هي لابسة كانت قصير ما كان اغتصبا انه هي مثل كأنه كانت عم تطلو هيدا أمر هي مثل لأنه المنظومة الثقافية يلي فيها تفرقة جندرية بتعزز هالصورة انه بتلاقي كتير بالرأي العام بيقوله هي طلبتها انه هي كانت عم تدعي ليه ما صرخت هي الصبر مثلاً صح والمنظومة العنيفة يلي بتخلي يكون في ظلم بالمجتمع يلي بتكون ناس عندها كتير حظوظ أكتر من تاني انها تتقدم وانها تغير وانها تعمل اشياء منيحة طبيعي انها تدعي لهون بس كمان لما هوني أنا بعمل هون لأنه ما كان عندي هيدا الحز هون أنا بغزي كمان هالمنظومة يلي بتقول يلي شفتها ويلي بعدنا عم شوفها مثلاً آخر مشوار لقلي يلي انه ايه بس بس السود هني ما بدون يتعلموا سمعتها انه بس هني بيتركوا المدارس أكتر ايه بس هني بيرتكبوا جرائم أكتر هو هو صحيح في نسبة جرائم اوقات موجودة تنقول عند السود بس لأنه العنف الثقابة والمنظومة العنيفة بالمجتمع خطيرة جداً ومتركين لحالهم بمناطق معينة أكيد مش بكلمة منعمم على شي فالتغذية جاي من تحته وبتنزل من فوق فإذا هيدا يعني هيدا المثلث خطير جداً لأن شوفي قديش ما منشوف منه ما منشوف منشوف بس النتيجة هون ومنوقف عندها ولكن كل مرة بيصير أي عمل عنيف بيصير بدنا نرجع نشوف شو المنظومة يلي يلي مأسرة فيها لأي جزء من الثقافة مأسر بالرجل يلي بيضرب مرته أي جزء من المنظومة العنيفة مأسرة فيه تنقول لي يضرب مرته حدا قتل ما نشوف العنف الثقافية اللي ربيان فيه من وين جاية لشو تعرض هون لظلم من المنظومة يلي أنا عم بستفيد منها وإنت عم تستفيد منها يمكن هو ما استفيد منها لو وصل لهون ما بيشيل عنه مسئولية هيدا الشي طبيعي ارتكاب أي عمل من هاو من كتير غيرهم بده يكون له ثمن يعني طبيعي لأنه مش ميما كان مظلوم هون أو هون أو عيش هون بيصير هون إنسان عنيف فيه ناس بتنتفض على هيدا الشي وبتصير بالعكس أشخاص أفضل بس يلي بيعمل هيدا الشي بيتحمل مسئوليته بس ما فيه حمله بس مسئوليته إلو هو ما فيه بس أعمل أعمل فيه العميل انتقم منه لحاله إنه أنت ضربت أنت قتلت أنت اغتصبت أنت بدي كمان أشوف مسئوليت المجتمع أو هيدا الجزء هون هيدا مسئوليته الدولي والمجتمع وأي نوع ثقافي بدنا نعيش شو بدنا نغير بثقافتنا بكون عم بعض تدريب غادة بسأل السؤال فيه عنا أمور بثقافتنا رائعة حلوة تقاليد هيدا اللي ما تغنى فيها بس هيدا اللي ما تغنى فيها بالكليبات وبالأفلام وبإلى ما هنالك بالكتب بالكتب وبالكتب بس فيه عنا جزء لابد من الاعتراف فيه من ثقافتنا مش لحالنا كل دول العالم عندي كل جنسيات العالم فيه أجزاء من الثقافات المنظومة الثقافية العنيفة يلي لازم نفكر فيها أنا كي بدي أغيرها كي بدي أكسرها ماني مسيرة فيها المجتمعنا مش مسير بمنهجنا المدرسية فينا نعدل فيها بمنظومتنا العنيفة فينا نعدل مثلا فينا نعمل مدارس عامة مجانية أفضل من يلي عنا لحتى نكون عم نعطي حظوظ متساوي أدمة فينا أو متقارب أدمة فينا المناطق يلي بيصير فيها دروب آوت من المدرسة بدي روح لعندها وشوف شو مشكلة الدروب آوت الدروب آوت يعني الطلاب اللي بيتركوا المدرسة بسن مبكر مثلا عندنا كان بمناطق بترابلوس معدل ترك المدرسة هو الصف السادس أو السابع أو الخامس يعني كتير صف بعد مصغير الولاد بيترك المدرسة وعم نحكي عن عدد هائل من الطلاب ما حدا لتفت لهم لما إجا مين يغزيلهم الكره عند بعضهم ارتكبوا أعمال عنيفة أكيد وما معهم يأكلوا وما معهم ثقافة وما قدروا يروحوا على المدرسة بس إجا مين يغزيلهم هيدا الشي المعبى عندهم هون ومعبى عندهم هون طلع هون تب ما أنا لو بشتغل على هيدا على هيدا الجزء من المنظومة وعهيدا الجزء من المنظومة الثقافية بقدر اتجنب كتير من الأعمال العنيفة الغية كليا صعبة لأنه عم نحكي بمليارات البشر على وجه الأرض ولكن أكيد إذا بشتغل على هول وهي دي مسؤولية مش بس الدولة هيا مسؤولية كل فرد فينا تصير راس الهرم أفضل بكتير نقدر نخفف شوية عنف تفضلي شكرا صار فيها عد خففت قبل قعد مرسي لعليك مجلع نشوفك أكيد أسبوع الشيء الله رابع ستنتابع لما هلأ خلونا كميما رانيخد برايك ونرجع نتابع بعد شوي كمان رح نترفأ نحن ويكون مشاهديننا بشكل مطول هالمرة مع شف حسين ضمن فقرات ورشة ملح إنما قبل من نروح بهالجولة على صالة السينما مرة من جديد ضمن أفليمها الأسبوع فيلم الفانتسي The Dark Tower عن رجل عم بيحاول يحمي البرج اللي بيشكل ضماني للكون وبالتالي بيتعرض لحرب بين الخير والشر مع إدريس ألبا وماثيو مكانه وفيلم الأكشن Six Days أحداث الفيلم بتصير سنة الثمانين وقت اللي بيدخلوا رجال مسلحين إلى داخل السفارة الإيرانية بلندن وبيحتجدوا كل اللي بداخله كرهائن مع مارك سترونغ وجايمي بيل وفيلم الحرب The Wall عن جنديين أمريكيين ما بيفصل بينه لبين الناص خطير إلا حيط غير ثابت مع جونسنا وأران تيلور جونسون وثريلر First Kill عن متعامل ببورسة Wall Street بيطار يتهرب من قائد شرطة عم بيحقق بقضية سرقة مصرف وعم بيحاول العثور على المال المسروق وموقيته بحية ابنه مع بروس ووليس وهيدن كريستنسن وفيلم الأكشن Security عن حارس أمن عم بيحاول حماية سيدي عم بتهدد عصابي لأن الشيه دي على قضية بالمحكمة مع أنطونيو بانديراس بان كينغزلي وجابرييل لاريس وفيلم الكميدي لفرنسي تالمر تالفي عن أم و بنتا ما بفير أو بعد وما بيش به أو بعد لغاية تنهار اللي بيحشو في نفس التجلوبة مع بعض مع جوليات بناش كامي كوتان ولمبروس والفلم الرومانسي The Big Sick عن حبيبين عم بيحاولوا يتعاملوا مع ثقافاتهم المختلفة خلال تأسيس علاقتهم مع كومينا نجياني زوي كازان هولي هانتر والنجم الكبير ري رومان مبدئيا في عنا ثلاثة أطباء أساسية اليوم راح ننتقل لعندشف حسين حتى نترافق بتفاصيله وطريق التحضيره أكتر ضمن ورشة ملح صباح الخير وطحية طيبة لكل المشاهدين وإما كنتوا عم بتتابعونا في لبنان وبكل أنحاء العالم عبر شاشة تليفزيون المستقبل اليوم في عنا ثلاثة وصفات مثل العادة اثنين مالح وواحد حلو الحلويات اللي هي البسكوية بالتمر والقلوبات البسكوية والتمر والقلوبات تلك نها نحن لآخر فقرة لحطة نحضر هالوصفة اللي كتير طيبة والكتير شهية أما في عنا وصفتين وصفة المالح صار جاهزة عند الملفوف الملفوف بعد ما كنا محضرينه بأول فكر أنا وياكم سكبته بالصحن بعد مستوى أو غلي على النار حوالي خمسين دقيقة بعد ما كنا محضرين الملفوف سلئين الملفوف ومحضرين الحشوة اللي حشينا فيها الملفوف صار جاهز عند الملفوف بهالصحن عنا لكان مشاهديننا الملفوف قدامنا بالصحن زيناه بشرائح الحامض وأيضا زيناه بالنعنع ورشة بقدونس على الوجه لكان هيدا صحن الملفوف رح نشوف ولا قدامنا على الشاشة كمان رح نشوف المأدير لوصفة الملفوف بالخضار لكان الملفوف بالخضار نحن محضرين اليوم ملفوف بالخضار بعدنا شوية عن اللحمة بعدنا شوية عن الجيش بعدنا شوية عن الإيرايدس والأسماك لكان مشاهديننا حتى الملفوف فيني حضره بالإيرايدس وأيضا فيني حضره بالجاج ما عندي أي مشكلة طيب أما هلأ خلينا ننتقل للوصفة أو الطبق الرئيسي اللي بلشنا فيه بتاني فقرة بعد ما كنا حطين للجاج اطلعنا للجاج مربعات حطينا زيت زيتون اللي لنا للجاج ضفت لألون من بصل الجوانح وأيضا ضفنا الجزر طيب أنا رح أرجع ولي على الطنجرة لكان حطيت هول وتركتون لآخر فقرة لنحضرها الطبق الرئيسي أنا وياكم لكان عندي بالطنجرة لكل المشاهدين هاي المقادير قدامنا على الشاشة في عنا بالطنجرة بصل وجيج وجزر هلأ شو رح نعمل هلأ بدنا نجي لنضيف توم بدنا نضيف زنجبيل بدنا نضيف البقدونس بدنا نضيف الكزبرة اليبسي أو الكزبرة الخضرة لنأخذ النكهة الكتير طيبة بالإضافة للزعفران أو الأصفر لما عنده زعفران فيه حط عصفر بس يستحسن يكون في عنا زعفران حط الزعفران بيعطيها نكهة كتير طيبة الزعفران لها الوصفة نجي للتوم بدي أفرم التوم ناعم وضيفهم فوق الجزر طبعا أنا حطيت الجزر بالبداية لأن الجزر بياخد وقت معنا لحتى يستوي كمان بعد المقدير قدامنا على الشاشة عم نشوفها سوا طيب عندي التومات بشيلهم متل ما هني دوري بديفهم فوق البصلات وفوق الجزرات وفوق البطاطا بنحرقهم ضربة صغيرة بهلوقت بجيب المبرشة وبجيب عندي الزنجبيل لكن بحضر المبرشة مع الزنجبيل لحتى نبرش الزنجبيل ونضيف كمان لوصفتنا من الزنجبيل الأخضر بيعطي نكهة كتير طيبة بالأخص هون نحن عم نحكي زنجبيل وتوم وكزبرة هاي دي طعمي لحالة كتير طيبة زنجبيل وتوم وكزبرة والطبقة دخلها زنجبيل وتوم وكزبرة لكن الزنجبيل جاهز منضيف كمان الزنجبيل مع الثومات وايضا منحرقهم عندي بندورة مطحونة كمان البندورة المطحونة جاهزة لحتى نضيفها طبعا منقلة تمات لحتى يدبلوا مع الزنجبيل وبهلوقت لحتى يستوي الزنجبيل رح نروح أنا وياكم لنرجع نخبر كل المشاهدين كيف حضرنا وصفة الملفوف بالخضر جبت ملفوفة هون في عنا طريقتين للملفوف فين الملفوفة لفة نية وفين يسلقها بس طبعا إذا لفينيها نية رح تعذبنا نحن وعمل لفة لها السبب منسلقها ومنشيل للضلوع تعول الملفوفة يعني بعد ما أسلقها بشيل الضلع الملفوفة اللي بيكون سميك وبخلي الورقة شلت الورقة نضفت الورقة صار جاهزة عندي الورقة بحطها عجنب بيجي بحضر الحشوة الحشوة ولا طريقة ولا أسهل من هيك ولا أطيب من هيك حطيت بوعاء متوسط الحجم بصل مفروم ناعم كمان حطينا توم مفروم ناعم بندورة ناعمة أيضا حطينا نعنع أخضر حطينا من البقدونس وحطينا من الفلايفلي الملونة أو فيكن تحطوا فلايفلي خضرة حسب ما بيكون متواجد عنكم بالبيت ما ضروري تلتزموا باللفلايفلي الملونة حيا الله نوع من أنواع الفلايفلي الحلوة فيكن تضيفوها مع دبس الرمان زيت الزيتون رشة ملح وأيضا رشة صغيرة من الفلفل الأسود هون مشاهديننا أنا محطة عصير حامض وهيدي المأدير كمان على الشاشة لكن خلطتهم كلهم مع بعض وأيضا ضفت الحشوة بكل ورقة من ورقة الملفوف المسلوقة اللي منظفة الجاهزة لللف لفات الملفوفات طبعا هون ضلع الملفوف ما منكبه منعوزه أو رتش الملفوف منعوزه ما رح نكبه بجيب طنجرة يكون كعب الطنجرة سميك لكن عطونا نحنا مشاهديننا مستعمل طنجرة يضل كعبه سميك بجيب رتش الملفوف بحط رتش الملفوف بكعب طنجرة ليه منحطه بكعب الطنجرة؟ عشان الماء أو النار جاي مباشر ضغري على كعب الطنجرة فلحتى ما تلزق الملفوف نحنا بس نلفهم يلزقوا بكعب الطنجرة لها السبب منحط رتش الملفوف ومنرجع منحط عليه ورق الملفوف اللي محشي منصفهم بالطنجرة طبعا بالترتيب بعد ما نصفهم بالطنجرة بالترتيب بستعين بالماء وأيضا بيرب البندورة بخلطهم مع بعض وبغمر الطنجرة فيهم بجيب صحن أو حيالة شغلة لحتى أقدر أبس الملفوفات لحتى ما يطلع منهم الرز أو تطلب ننسي نتخبركم حتى ينالهم كمان الرز مصري ما بدنا ننسى الرز المصري ضفنا رش صغيرة من الرز المصري لهذا السبب نحنا نكبسهم لحتى ما يطلع الرز مصري لبرا أو يطلع بقدونس أو يطلع بندورة فمنكبسهم نضغطهم وبنتركهم يستووا بدهم خمسين دقيقة بعد ما يغلو هون الرز المصري ما تنسوا تنقعوه لأن ننقع رز المصري لحتى يستوي ضغري بقلب الملفوفة طيب بلشت تطلع ريحة التوم عم نشم ريحة التوم عم نشم ريحة الزنجبيل نجي للبقدونس بعد ما شمينا ريحة التوم وريحة الزنجبيل نجي للبقدونس نحضر البقدونسات لحتى نضيف البقدونس لهالوصفة ومنجي كمان للكزبرة الخضرة ومنجي للبنادورة ومنتركها كلها تغلي مع بعض طبعا بدنا نحط الله مثل ما خبرتكن الزعفران لكان ضفت البقدونس بيجي باخد كمان الكزبرة بديف الكزبرة لهالوصفة الكزبرة والبقدونس بيعطوا نكهة كتير طيبة وبالاخص برجع بلكن هي النكهة مكملة بعضا من الكزبرة التوم الزنجبيل ناخد نكهة كتير طيبة السمك اذا جبت سمكة انا سمكة كبيرة حطيت للسمكة كبيرة توم وكزبرة خضرة وكزبرة يابسة مع رشة كمون زنجبيل مطحون وزنجبيل فرش ناخد نكهة كتير طيبة اذا تبلد فيهم السمكة بيعطوها نكهة كتير طيبة بس ما فينا نستغني عن عصير الحامض اللي هو اللي بيعش على السمك مع زيت الزيتون ورشة الأوريجانو هول بالاضافة للخلطة اللي خبرتكن عنها عطول السمكة اللي كبيرة بس تكونوا عم تشوها استعينوا بزيت الزيتون بالأوريجانو وايضا مشاهديننا بعصير الحامض بياخد نكهة كتير طيبة او بشرائح الحامض لكن ضفنا الكزبرة الخضرة ضفنا البقدونس وهلأ صار وقت نجيب العصفر او الزعفران لنضيف رشة من العصفر او الزعفران اوكي لكن ضفنا رشة منقلبهم مع بعض بجيب ارفة بحط رشة صغيرة من القرفة اوكي بجيب ملح كمان بحط رشة ملح وايضا منجيب من الفلفل الاسود هون بقول للمشاهدين فيكن تحطونا كوسا فيكن تحطونا فلايفلي ما عنا مشكلة اذا حطينا كوسا او حطينا فلايفلي مش غلط منقدر نحط لكوسا ومنقدر نحط لها فلايفلي منحركم مع بعض وفيني كمان نحط لها من الكزبرة ليبسي بس ولكن هايك هايدي الوصفة كتير طيبة بلا كزبرة يبسي وبلا كمون وبلا زنجبيل مطحون انا حطيت كزبرة خضرة وحطيت زنجبيل اخضر فراش طيب بيجي البندورة ما بدنا ننسى البندورة بضيف البندورة كمان او فيني حط عصير البندورة او فيني حط بندورة شرائح بقلبهم مع بعض بيخد كمان ماي بضيف ماء وبتركن يستوى مع بعض مع الجزر مع البصل مع التوم مع الكزبرة وايضا مع البقدونس اوكي متل ما عم شوف عم على الشاشة خيرا ننضف لها بعض كوب من الماء ما تنسوا تحطو زعفران متل ما خبرتكن الزعفران بيعطيها نكها كتير طيبة كمان هيدي ماي اوكي ومنحركها مع بعض تغلي بعد ما تغلي عندي الجزر مستوي وعندي كل الخضار الموجودة بقلبها مستوية بيضل في عنا بدنا نضيف لقلها الزيتون الزيتون منضيفه قبل ما نطفه نار منحط الزيتونيات الزيتون اخضر بدون بزر منضيفه لها الوصفة هاي الوصفة هون كل المشاهدين لحتى يصير عندي طبق كامل متكامل عنده كل الحصص الغذائية وكل الإيميل الغذائية لازم نقدم معه من الرز اللي كان أبيض او رز أصفر او باستا او سباكتتي او بني حسب هون ما انتو بترغبو فيكن تقدموا معو نوع من أنواع النشويات طيب وصفتنا على النار تركينا لحتى تستوي لحتى تصير جاهزة خلينا ننتقل أنا وياكن لحتى نبلش بوصفة الحلويات او طبق الحلويات اللي هو بسكوية بالتمر والقلوبات لكين بسكوية بالتمر والقلوبات في عندي بها الخلاط الكهربائي اوكي لكين عنا زبدة بالخلاط الكهربائي وعندي بسكوية اوكي رح اطحن البسكوية بس مش هلق خينروح نحنا وياكن مع بريك جدا قصير ونرجع سوا موسيقى بعد في عنا كم دقيقة وعا كتير اشا بدنا نعملها شافح ساعة بيطلع فيه بعد عنا كتير اشا نعملها مشان هيك تغريل عنده مع اخر محطة من ورشة ملاحي شو بدي اعمل انت عم بتصعبون علينا كيف بننا نخلص بالبيت لا لا كلا لك شالك ملاونا صعبين هلا بلاشت بوصفة الحلو يلا عجب كنت مخبر المشهدين نجب تعملها بالقوة لا في عندي بها الخلاط الكهربائي عندي زبدة وهلا هيدا البسكوية ادامي طيب اوكي عم ضيفون بهالشكل هيدا لحتى نطحنون بعد ما نطحنون لكي شوفي قدامك ورقة زبدة رح شيلون وحطون على ورقة الزبدة هون احنا عم نحكي على طبق الحلو هيدا طبق الحلو بالطمر وصفة كتير طيبة وصفة كتير شهية طيب بلشنا طحن هون بلشنا طحن وهون عالميلة التانية رح بلش دعك اوكي؟ اوكي؟ مش معون جوه؟ لا لكين عندي عالميلة اوكي عندي تمر هيدا تمر مطون بدون بذر عندي زبدة اوكي؟ رح ادعاكم مع الزبدة مع رشة هيل صغيرة هيل مطهون ومنبلش بعد ايه؟ شو رأيك؟ بس ايه؟ بس ما حطت شي تاني قبل ايه؟ لا لا بس هيل وزبدة هيل مطهون مع زبدة هيل مقدير قدامنا على الشاشة مراك ما كترت ما كترت هيل ما كترت كتير هيل يلا يلا مازال فين يكتر هون؟ ايه زبدة ايه مش غلط هونيك شو صار في عنا هاتة هون ما بعرف شو صار عنا هون خلصيت؟ هون خلصيت بس ليك مش غلط بدك تزيد هون؟ نفتحها ونزيد الزبدة هون اوكي ودفع الزبدة وصاري جايزي طيب لكان عم ندعك طمر مع زبدة وهيل بس خلص هون نفتح فيها اذا طحنيها كتير بس هون ملاحظة ايه اذا طحنت كتير هيدا البسكوي بصير عندي متل سائل فما بدنا نكتر عليها حتى ما يدوب عندي البسكوي طيب هلا شو لازم نعمل بهيدا الشي اوكي مبعد فكة للصراحة انا بلك جربت بس لم عرفت فكة انا بلك شو راح يصير عيني شوية عني ايوة ها خلص فكتيها اوكي لكي هون شو راح يصير كمي ما فكيت بلا بلا شفت كيه انا شو خاصة طيب يلا اوكي اتفقنا اتفقنا ام اتفقنا لكي هون تتمر هيدا التمر بعد ما كنا حطين نحنا شو اللي هعمو راح اجي يجيب ورقة خشخاش مد التمر وورقة الخشخاش اوكي 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 بطل ما عم نشوف بها الشكل اوكي هي بتعرفي تعمليها شو بتناطي اتشوف شو بدي يصير في الاخر هلا بتشوفة ام ولا اهوان من هيك دا حد هلا ايه اوكي 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 لك اذا بدنا شو فينا نعمل هد للك شو راح نعمل راح جيب حطهم بقوالب اوكي 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 بجي بشيل ورقة الفشخاش وشو بعمو؟ البيسكويتات بعد ما وصلنا على البيسكويت بحط الفستق الحلبة وبحط اللوز ميح لحد هون عزيم بكتلفها بجي بحط كمان اي رحلفها بحط البسكويت بقلبك اللوز بقلبك بهالشكل اوكي وهلأ صار الوقت اندفها اوكي مهام سوشي اوكي اوكي لفيتها وصارت عندي بهالشكل بس طبعا بعد ما نلفها احنا بتها شوية غادم حطها شوية بالبراد اوكي سكرة على الميلتين من هالنيلي هكي لفينيها شده 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 منلفها من هون ومنلفها كمان من هون لفينيها عن الميلتين هلا بعد ما شيلها وفيني ارجح هتطلها بسكويت من برا كمان باكي هالان شو هام هيت لحتى مبلش نسكو بابل ما يخلص وقتنا اي بد نجاتات خلنا ببلش نسكو بالوصفة الحلو هيدا خلاص بسكوية طيب طيب فينا نكبسهم فينا نكبسهم بدك نكبسهم مش غلط ورح اجي انا اخد التمر اخد التمر لعندي دهون بكك جات كبير او صغير جات ده كيف عم بطعون اوكي بطعون بهالشكل هون صاروا او هيدا الطبق كمان صار جاهز تفضل منرش فستق حالبي مع لوز كمان اكيد اوكي اللوزات طيبين بحبح لنا ياهم اوكي هكذا خالص هاي وصفة طيب وهون شو كان خالص عنا قبل الملفوف الملفوف والتمر اما هلا نجي هاي خلص تفضل الجاطات ما بعش تجيب الجاطات انا هيت لحتى كمان نرجع نطيف قدامنا بعد ما كنا سكبنا وصفة الحلو طبعا هون برقاقة بس اعلى ما فيني رقاقة لان مش حطتها بالبراد ايه بتفضل فبقول لكل المشاهدين لازم تحطوها بالبراد لحتى تكمش وايضا تاخد بعد وبعد ما نحطها بالبراد او التلاجة نرجع منقطع هلا بايو باديك نسكوب حسب شو بدك تسكوب هيت لنسكوب بتاني تنزرة شوفي رز بدنا واحدة اكبر لا هادي منيحة هادي منيحة بس نحط بورسيون واحدة يلا اوكي هايدا للجاج مع الجزر واخر شي مشاهديننا بعد فيه الزيتون منضيف الزيتون وهلا نسكبها مع الزيتونات اوكي اوكي نقلبها من اللبا كلها سوا مع الزيتون ونسكبها بها الشكل اوكي شو حطينا هون غير لجاج والجزر والزيتون حطيت بصل حطيت توم زنجبيل جزر بنادورة مطحونة وايضا حطينا كزبرة خضرة وحطيت كمان من البقدونس وزيتون وزيتون اخضر اوكي هيدا الطبق والرزات بعد ما انا دقيقتان خلصنا اوه دقيقتان ما ما فيونا احلى طبخة بس بدنا نرجع شوي بس نحكي على الملفوفات لانه بالآخر وراحكي على الملفوف بس خلنا نخلص نسك بالرزات خضر ونقدمهم للمشاهدين مم ومريح ضميرنا مريح ضميرنا نخلصو مبقى في شي نائم هيدا الرز عادي رز ايه رز ابيض بيتقدم معك مبارح كنا عاملين رز اصفر مع السمك ففيني اقدم الرز الاصفر كنت عامله مبارح مع كبش القرنفل وحامض الناشف او اللومي وحامض ناشف او اللومي لان كنت حاطت لسمك كنت طابق بارح سمك كتير طيب على الطريقة اليونينية تقريبها بغيشته ماشا الحال اوكي خلاص اربع جاية هي اربع جاية بكرا عنا سمك بكرا كمان سمك بكرا كمان سمك خلاص رح تلصوا بكم طي ما كان بالنسبة له الملفوف برجع بعدلكون حشوة الملفوف بالخضار مش باللحمة حشوة الملفوف بصل بصول توم بقدونس فلايفلي بندورة دبس الرمان رز مصري وايضا زيت زيتون فلفل اسود رشة ملح كيف بنحضر نحنا غادل ملفوف باللحمة نفس الشي بس غلبنا نحنا بين اللحمة والخضار حطيتهم بطنجرة وايضا حطيت ماء رب البندورة رشة ملح الصغيرة هون بدنا ننتبه لرشة ملح لان في عنا رب البندورة رب البندورة بيكون ملح لكن هيدا الملفوف عندي الطبق الرئيسي حطيت على النار جيج حطيت بصل حطيت توم حطيت جزر كزبرة خضرة وبقدونس أخضر الليتهم كلهم سوا مع بعض دفطلهم مرأة أو ماي مع البندورة المطحونة والزنجبيل طبعا بقول لكل المشاهدين فيكم ترجعوا تشوفوها أو تحضروا هالحلقة على اليوتيوب ان شاء الله هول وصفاتنا لليوم ويكونوا نيلوا اعجابكم أنا بدي لكم ألف صحتين وبشوفكم بكرة بوصفة كمان كتير طيبة سمك بالبطاطا بالبطاطا؟ سمك بالبطاطا طيب رح تنصابكم مرسي لك شايف نحن وقتنا خلص لليوم بقية نهار كتير حالة وبتمنى لكم مشاهدينا وما تنسوا بكرة ساعة عشرة كلمة حبيبي عشفافك ما قلها صدا عبتمشي عملك حتى ما يشوفك حدا بشناح الليلة خب بيتي كيف قدرتي تفوتي بيتي اشتركوا في القناة